العيشين بنظام فيشيل نيهيياً كلهم معهم خبر انه هو نظام فيشيل السياسيين معهم خبر انه هذا نظام فيشيل او معهم خبر انه المواطنين معهم خبر انه هذا نظام فيشيل ولكن ماحده يقدير أعمل قلعة الكهرب . . . كريم نمور أهلا وسهلا بكم كريم أنت عضو من المفكر القانوني Legal Agenda وهي جمعية خيرية نوعا ما تشتغل بالقانون نحن كمواطنين وكمان كأحزاب تغيرية عادتا من نروح على Legal Agenda كريمين نستفسر عن حيالها شغلة عم بتصير بالقانون وانتو بتعطونا information وكيف نحن يجب أن نتصرف وكمان أنت you're the host طبعا ده قانوني بودكاست اللي هو بودكاست بمعرف بيحكي بس بالقانون أو بيعطي شوية information عن الوينين اللي بت أبسكور اللي عنا بدا تعرف فيهم كيف بلشت قانوني هلأ Legal Agenda هي السبب لشن وجدت المفكر القانونية هي مش جمعية خيرية هي جمعية غير حكومية بس السبب لشن وجدت هو أنه كان بدنا نقرب القانون من الناس بشكل أنه بدل ما القانون يكون أداة بإيد السلطة لتحكم بحيوات الناس وقمعهم تحويل القانون لأداة متاحة للجميع لأشخاص منهم بالضرورة قانونيين ليقدروا يتسلحوا فيها ويقاوموا هذه السلطة لها بحد ذاتها عم تكون أحد الأجهزة الأساسية لأنه هلأ القانون بخدمة السلطة مش بخدمة الشعب بالعكس عم بلعبوا بالقانون كرمال بيانيت كرمال يقدروا هنا يعملوا بالدنيا فهو الهدف أنك تمكن الأشخاص يعني من خلال المعرفة القانونية لأنه القانون بكتير مطارح مكتوب بشكل معقد مقصود هذا الشي لما يكون متاح للأشخاص فوقتها نحن نعمل تفكيك للغة القانونية ونحولها للغة مين ما كان يدري يفهمها كمان الأشخاص بصيروا بيعرفوا بالضبط كيف بينصاغل القانون شو بقول بقانون شو هن الحقوق تبعهم وبالتالي بيتسلحوا هذا قسم من تمكن الأشخاص للعيش بهذا المجتمع نحن عايشين فيه ومقاومة سلطة غالبا ما موجودة لتقمعون أو أنه عم تمتهن مهنة القمع للشعب اللبناني هل عم تحكي عن قصة القمع اللحن بأكد فينا آه وو كم من القانونية بودكاست أنت مدعوم مش مدعوم سفرات ما سفرات شو الوضع القانونية بودكاست أبدا مش مدعوم هي مبادرة طلعت بشكل كتير عفوي خلال من بعد ثورة 17-20 هي مبادرة طلعت بشكل كتير عفوي من بعد ثورة 17-20 لأنه اعتبرناها أنه هي أحد الأدوات لنقدر نوصل المعلومة القانونية لأشخاص ما بالضروري عندهم وقت يؤروا أو ما طالع بيلهم يؤروا أو إلى ما هناك فالبودكاست القانون الهدف طبعه أنه نحول مواضيع القانونية قد تكون معقدة إلى حدا ما لمعلومات عم توصل بشكل حوار يعني it's very conversational method ف كانت تحكي مع المحمد طبعك بالأوفيس يعني متكأنه عم تحكي مع المحمد متكأنه عم تحكي مع أكسبرت بس على عادة قهوة أو شاي أو whatever استعبل كريم داهر آه كمان ايه كمان استعبلت كريم داهر استعبلت أشخاص رياد سعادة اللي هو مهندس اختصاصه هو الزراعة بلبنان لكثير أشخاص من at least our generation ما كان معهم خبر بوجوده أو شو هي أفكاره لعطى تصور كثير تقدم لكيف فينا ننقذ الاقتصاد اللبناني ونرجع نطلع بدولة من خلال تقنيات ما كانت كثير متاحة للجميع فالبودكاست سهل توصيل هيدا المعلومات ونبرز شو هي البدائل شو الالترنتيفز لنقدر نطلع وننهض باقتصاد يكون منتج ينقذ البلد وينقذ المجتمع هلأ رحنا إتصاد بعد شوية بس تركز أول شي على موضوع القانون كيف يصير من جهة المنظومة كرمال يقدروا يصار تروعا الوضع هلأ مش من زمان طبوا على قدي كانوا 30 واحد زمان الغلطان تم الإدعاء على 35 توقف أكثر من هذا بيترابلوس والدعمون بسرقة إذا من غلطان إذا بقول شي غلط إنت قل لي بيصرها وبيإرهاب أوكي وهذا واحد نزل عم بناضل أو عم عم يزل بده يفش خلو وبده يعبر عن غضبه عم بيطالب بحقوقه وعم بيطالب بإدفاكت إنه الزلمة ما عنده ولا شي يأكله وعم بيجلب يعايش عالطول الدولة ما عم تقدر تعمل شي أو ما بده تعمل شي كلمة تقدر تنكزه أو تساعده وتهمون بإرهاب إذا كل واحد ناشط ساعتها بعتد موعف أنت قل لي إذا هذه رسالة بس نحن صرنا إرهابيين يعني خلاص هلأ هي الملف تبع الأشخاص اللي توقفوا قدام المحكمة العسكرية اللي كانوا عم بيتظاهروا بترابلوس هو أركتيب للدولة البوليسية اللي وصلنا له وهي إعادة تدوير لمختلف وسائل القمع يعني صراحة ما وعرف من وين بتبلش لأنه في عنا هندسة قمع مستجدة اجت من بعد الكورونا وما فينا نعزل المظاهرات اللي صاروا بترابلوس عن إجراءات اللي صارت لحد من تفشيل هذا الشيء تصعيد بس صارت عم بتصير من قبل جزتما وفيه كمان قمع ممنهج وقمع بنية ففي كذا أنواع قمع حنحكي فيها باعتقد اليوم فالشيء اللي صار بترابلوس أنه أولا تم الإدعاء على 35 شخص تقريبا بتشكيل جمعيات لارتكاب أعمال إرهابية بارتكاب أعمال شغب لهو منه ضمن اختصاص المحكمة العسكرية بأعمال تخريب إلى آخره كله ليه كمان منه ضمن سوش بساري شغب منه بي لا منه لأنه مجددا مهم كتير نذكر أنه المحكمة العسكرية هي محكمة استثنائية تم توسيع صلاحياتها إنونيا من كم سنة فما فيها تكون هي من القاضي الطبيعي القاضي الطبيعي لشخص مواطن منه عسكري هو المحكمة العدلية فالمحكمة العسكرية اختصاصها لازم يقتصر على العسكريين فبالتالي وقتا نحن عم نوسع صلاحيات المحكمة العسكرية اللي هي ما فيها ضمانات المحكمة العادلة المتعلقة بتمسي المحامل المتعلقة بلا فيه تمسي المحامل بس أنه الأصول ما ندخلها لأبتقانية بس الأصول المحكمات اللي هي بتضمن محاكمة عادلة الموجودة بالمحاكمة العدلية مانا موجودة بالمحكمة العسكرية فبالتالي وقتا نوسع صلاحيات المحكمة العسكرية لأنه هيده بتجي ضمن سلسلة عسكرة الصراعات بالبلد هيده شفناها مع مثلا عمال رامكو أو الأشخاص اللي تم صرفهم من الجامعة الأمريكية المستشفى الجامعة الأمريكية وقت دغري تم استدعاء العسكر والقوة الأمنية لقمع الموظفين اللي كانوا عم بيتظاهروا ضد الصرفهم بشكل تعسفة هيده بتجي ضمن سلسلة عسكرة الصراعات بالبلد فبالتالي وقتا نحول هولي الملفات على المحكمة العسكرية عم نرجع نرسخ فكرة أنه نهوض الدولة البوليسية باللبنان وعسكرة هيده الصراعات هلأ وقتا نحكي عن طرابلس طرابلس سبب الأساسي تبع هيده المظاهرات من وين اجا اجا من سلسلة إجراءات اتخذتهم الحكومة للحد بين مزدوجين لتفشي الكورونا وهلأ احنا ندخل فيها لاحقا اتضح ضمن بعد كذا شهر من هيده الإجراءات أنه هيده الإجراءات ما كانت أبدا ملائمة لحد من تفشي الكورونا بالعكس كانت إجراءات اعتمدت صلى زمان صلى زمان واعتمدت المنطق العقابة فعمليا ساهمت ببناء الدولة البوليسية بالبلد منذ ما تقدم أي بدائل وما فينا نجي نقول أنه هيده المساعدة الحكومية اللي أجيت ليهي ما بتمثل شي عمليا للعائلات أديكين أربعمائة ألف ليرة أربعمائة ألف ليرة وما منعرف كيف توزع أعدون الأربعمائة ألف ليرة هي هون الفكرة أنه ما منعرف شو هي المعايير اللي تم استخدامها لتوزيع هيده الأربعمائة ألف ليرة على أي أساس لمن تم توزيعها بغض النظر أنه شو بتمثل الأربعمائة ألف ليرة مع انهيار للعملة الوطنية فعمليا عن جد أنتم ما فكرة أتيري وما العازي ما العازي أنتم عن جد ما تقدير أنه بتساعدوا العيال لأكثر حاجة ما كل ابنين صار أكثر حاجة كلنا صارنا تحت خط الفقر فالشي اللي صار بترابلوس أنه عالم مخنوقه على الآخر ما لنا قادرة تشتغل بحاجة أنها تشتغل يعني عم نحكي عن عمال يوميين هولي الأشخاص كيف بدون يقدروا يدفعوا الأجار من دون ما يكون فيه سياسة إسكنية ملائمة بتسمح أن الأشخاص يوصلوا لمسكن لائق في لبنان كيف بدون يقدروا يطعموا عيالهم شي طبيعي أنه نوصل لمرحلة يصير فيه مظاهرات والطريقة اللي تم مواجهة هيدا المظاهرات الشعبية بالقمع وبالعنف هو عمليا الدولة اللي عم بتواجه الفقر بالعنف ما عندنا شي تانا ما فيه خطة سياسي ما فيه حيال له شي بس فيه عنف ما فينا نستغرد بأنه كل واحد بس يعرف هذه اللغة الدولة ما عندها أبدا بدائل تقدمون فبالتالي الحل الوحيد لإلى لمكافحة الفقر أننا تواجهوا بالعنف وهذا الشي اللي شفناه بترابلوس بس وصلنا لمرحلة أنه تم الإدعاء على الأشخاص بتشكيل جمعيات لارتكاب عمال إرهابية terrorist cells يعني terrorist cells هيدا غير أنه هو تنميت لترابلوس لأنه بفكرة أنه ترابلوس هونيك الإرهابيين هنا موجودين ومبعرف شو بترابلوس إرهابية والسنية اللي بيعرضوا الطائفة إرهابية والشي اللي بيعرضوا الطائفة هني عملها فهو تنميت عمليا لترابلوس مدينة تم هملة بشكل ممنهج من قبل الدولة فتم تفقيرة عمليا بشكل بنيوي فهلأ من نمت أنه هي إرهابيين الموجودين بترابلوس من هيك عم بيتظاهروا هذا في حدا وراهن مش أنه مثلا فقروا سياسية الدولة مؤامرة مثل العادة غير أنه في توصيف مضخم جدا للأفعيل اللي تم القيام فيها توصيفها بالإرهابية أولا هذا الشي ببرر كمان اختصاص المحكمة العسكرية بغض النظر أنه سهو عزر صار للمحكمة العسكرية غير أنه هو كمان رسالة لكل التحركات اللي معقول تصير مستقبليا مع رفع الدعم على المواد التي تصير دعم قوعكم تتظاهروا أو تشيطنوا أو تكبوا وتعملوا مدرشون لأنه متهم وهيدا الشي شفناه بالشكل خاص من بعد ثورية 17-20 وقتها تم دوقيف بالمئات من الأشخاص وبثماني قاب من بعد تفجير بيروت كمان تم توقيف تقريبا شي ميتان شخص بثماني قاب والحقول وقتها على المستشفيات اللي عملونا فحص البول اللي حقونا على المستشفيات يعني كان فيه شي خرافة بس كمان اللي بتعرف بعد عمت هيك عن مظاهرة ثماني قاب صح؟ عم بحكي عن المظاهرات اللي صارت حنرجع على ثماني قاب بس عم بحكي عن المظاهرات اللي صارت ابتداء من 17-20 وقتها تم توقيف الأشخاص وكمان صار فيه هيدا نوع من تضخيم لتوصيف الجزائي للأفعال لعملوها يعني مثلا رمي الحجارة على القوى الأمنية تحول لمحاولة قتل مثلا بس الزلم اللي عم بيقوصر صاص حي ما عم بيجربيات الحضاء ما حدا توقف ما حدا حقق معه بأنه في عالم ماتت من ورح صاص الحي بترابلوس بترابلوس يعني شفنا أنه عمر طيبة تم قتله أو فواز السمان كمان وين صاروا ملفاتهم شو صار بالتحيق فيهم بالعكس تم حفظ الملف بفواز السمان شو يعني حفظ الملف شو بيصير بالزلطة يعني القادة بقول أنه بحفظه لأنه مثلا ما فيه أثبات كيف لا أدير ليحق أشخاص ما فيه أفضلس أو إلى ما هناك يعني هذي أحد الأسباب بفيه تكون أسباب أخرى بس عمليا بتسكر الملف ما بقعد بيصير فيه تتبع للتحيق بهذا الملف القرف القرف فهذا الشي بيدخل بشي ممنهج متعلق بهندسة مستجدة للقمع بلبنان بلشت تبين مع ثورية 17-20 ليش؟ ثورية 17-20 أنا يعني فيه كتير أشخاص حكيوا أنه فشلة الثورة ما بعرف شو لا ما فشلة الثورة الثورة عملت إنجازات كتير كبيرة سمعتم الثورة عملت إنجازات كتير كبيرة أنه قلبة السردية الرسمية يعني الناراتف الأوفيشل ناراتف السردية الرسمية اللي كانت قوامة أنه الاستثمار بالعقارات باللبنان الهندسات المالية إلى آخرها إلى آخرها وأنه هيدا ضمانة الاقتصاد اللبناني اللي تبين أنه فشلت بشكل مذري وهيدا الشيء التمسنا بحيواتنا الخاصة وقتا معادنا نقدر نسحب مصرياتنا من المصاريف فالوهم اللي كنا عايشين فيه لكم سنة اللي اللي فينا نسميه نوع من تطبيع مفرط يعني للوضع اللي كنا عايشين فيه هيدا لتقوط الروشي والأدام كورتس للعالم لما أحد اللي يجب أن تحضر هايبرنرماليزيشن دفنك إذا فك بس تشعر شو بالزابط لهايبرنرماليزيشن التطبيع المفرط أو الهايبرنرماليزيشن هي عمليا وقتا يكون الشعب والسيسيين وإلى آخره عايشين بنظام فاشل نهيئيا كلهم معن خبر أنه هو نظام فاشل السيسيين معن خبر أنه هذا نظام فاشل وما عن خبر أن المواطنين ما عن خبر أنه هذا نظام فاشل ولكن ما حدا عم بيقدر أوه أوه رح أكمل لا رح أقع تلك ولكم تلا مرحلة كثير طبيعا أوكي كول إلا ما بين أطيع التسجيل لا ما في شيء فأرفل المواطنين بيعرفوا أنه السيسيين فاشل المنظومة بتعرف أنه السيسيين فاشل بشو يصير ولكن ما حدا عم بيقدر يتخيل البدائل لهذا النظام فبصير فيه تطبيع مع هذا النظام لعمليا عم بضر المجتمع وما عم بيقدر حدا يستفيد منه لحد ديت ما نوصل لإنهيار تام وهذا تماما لوصلنا له باللبنان هيدا هي تبعا يعني العالم ما عنده الأدوات كلمة تشوف شو هند الألترنتيب ما بدون نفكر فيهم هلأ 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 شعب عم جارب يفكر بي جسما هذا كنت عم جارب بقوله ثورة 17-20 هذا شيء الانجاز الأساسي هو كسر الهايبر نورماليزيشن كسر الهايبر نورماليزيشن لا قسم كتير كبير من الشعب اللبناني أو من السكان المقيمين في لبنان وبالتالي قال لا هذا الوضع منه أبدا مقبول وفي بدائل وفي طالع كتير مجموعات ضمن المفاكرة الانونية ضمن شو عرفنا أنا كلنا إرادة ضمن ميجافون ضمن اختصاصي نعم نعم بس سيريوسلي انتو كمان يعني عم نحكي عن الإعلام البديل هذا كله اللي اتطور من بعد ثورة 17-20 هو البدائل اللي تم اقتراحها فالهايبر نورماليزيشن انكسرت التطبيع المفرط انكسرت لقسم كتير كبير من الشعب ومن هكثر بالمقابل للطبقة السياسية والطبقة الحاكمة اللي هي مكونة مش بس من السياسيين هلا ما بحيط استعمل التعبير السياسيين لأنه هن بعيدين كل البعد عن السياسيين حيوانات كذا افضل نستعمل التعبير بركة أوليغرشية على مافيا اللي هي مكونة أنا بستعمل مصطلحات 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 محمد لا لا بس هيدا أنا ما عم باختراع هذا يعني فواست رابولسي هو اللي حكي عن الأوليغرشية السياسية اللي هي مكونة من مجموعة من العائلات الاقطاعية أو العائلات السياسية اللي كمان إلى ارتباط كتير كبير مع رجال الأعمال بشكل أساس ما فيه نساء أعمال يعني فيه نساء أعمال بس بشكل أساس كانوا رجال أعمال ومصرفيين اللي هن مرتبطين ببعض بعلاقات عائلية حربية جيزات بين بعض في خبز و دم بينهم كمان في خبز و دم في شركات بين بعض هذا من شوفها يعني كذا شركة في لبنان مساهمين طبعا هي نوع من الألفات الزبائنية إذا بدك جوستما فكلهم هولي بشكله هيدا الأوليغرشية اللي هي حكمة البلد لأكتر من 30 سنة اللي هي بعدها غرقانة بهذا التطبيع المفرط وهذا شفنا من بعد ما نهارت العمل الوطنية من بعد ما نهار الاقتصاد اللبناني ما تدهورت الأوضاع المعاشية لأنه نحكي كتير عن الاقتصاد الأوضاع المعاشية نهارت فهولي الأشخاص بعدهم عم بيعملوا إعادة تدوير لنفس السياسات اللي كانوا معتمدينا من 30 سنة لليوم اللي هي ودت فينا للحالة اللي احنا موجودين فيها حاليا ولكن ما عم بيخرجوا من هيدا الكونسبت لأنه هالقد ما عم بيقدروا يتخيلوا بدائل البدائل عمليا هي أنه هن يبطلوا بالسلطة هذا أول خطوة هذا أول خطوة بس تنكون وقائيين فيه أمرين لازم نتنبه لهم أولا معظم الأشخاص اللي موجودين حاليا بالسلطة هن أشخاص شاركوا بالحرب اللبنانية فلأسفريت عن أكتر من 150 ألف أتيل عن أكتر من 17 ألف مخطوف أو مخفي قصرا بلبنان عملوا 150 ألف أتيل لما يتخلوا عن السلطة فما بتخيلهم هلأ بهذه البساطة حيقول لهم وعفوا حالهم وعفوا حالهم معلومة جوارية مش معاولة ولبسوا بدلة وكملوا وتصوروا صورة كتير حلوة فمش حيجي يقولولنا هلأ لأ معكم حق نحن غلطنا سلموا السلطة نحن نتخلى عكل شي ونرح عبيوتنا فهو هن الأشخاص العمليا اللي موجودين بالسلطة فهيدا لازم نتنبه له تاني شغلة أنا بحب أحكي فيها لأنه في دايما هذا الديسكور موجود بالدباع ببليك أنه ما أنتو انتخبتون بس ما خلينا كمان نكون على أي أساس العملية الانتخابية تسطور أعفا الستركتور تبعا جاية من الانون بيصدروا المشرع اللي هو ضمن المنظور دون الانتخابات كله تسمع أنه معمولة عقاييسهم أكيد أكيد يعني فكر فيها بهذه الطريقة أنت بتروح بتنتخب بمركز نفوسك شو الرابط بينك وبين مركز نفوسك أنا بخدع على حالي وهذا كتير لبنينيين في عندهم يا هلأ ثلاث رباعة اللبنينية عايشين بالمدن فشو الرابط مع مركز نفوسهم الرابط هو المقبرة أو إذا كان عندهم أراضي الأراضي الموجودة هناك صح فعمليا طريقة الانتخابات البلدية الانتخابات النيابية والبلدية كيرسة جسروا لأنه عمليا هتغير بهذه المنطقة ليش موذك تسويت فيه وكتفعل الدرائب البلدية بس تسويت خير محا أكيد لأنه ربط العملية الاقتراعية بمركز النفوس حولت البلديات لنقابة لأصحاب العكارات بهذه المنطقة فعمليا منا ربريزنتاتف للأشخاص اللي هن عايشين بالمنطقة أنا مثلا من سكين بيروت كل حياتي كانت عايش ببيروت ربيت وترعرعت ودرست ببيروت ما فين نصويت ببيروت لأنه مركز نفوسي خارج بيروت العملية الانتخابية مكونة بشكل أن تقدر تعزز هذا النوع من الزبئينية لبعض الأشخاص اللي هن تقاصموا السلطة من الانتخاب الفرنسا واللي بعضنا عم يتقاصموه حاليا فمن هيك الوهم الانتخابي كمان لازم نطلع منه المعاقبة هذه السلطة ما بتصير من خلال العملية الاقتراعية أو أقله العملية الاقتراعية منها كافية لا تصير هون بيجي دور الثورة هون بيجي دور المظاهرات الشعبية هون بيجي دور المقاومة وممارسة حق المقاومة وهذا حنحكي فيه بعد شوية حين نحكي فيه هلأ ايه يلا حق المقاومة شو بالزبط اوكي هون هيدا كمان تنعقب على شيء لحكيناه بالنسبة للمحكمة العسكرية والاتهام للإدعاء على الأشخاص اللي توقفوا بتهمة أنه تشكيل جمعية للقيم بأعمال إرهابية حق المقاومة هو حق طبيعي لصيق بالإنسان يعني ما ضروري يكون مكتوب بأنتكس دولوا في ميرسو حيال لشخص ضد طغات ضد انتيران فبالتالي حق المقاومة هي أننا نقاوم القمع اللي عم عم بيتوجه لنا أو الطغات اللي عم تحكمنا اللي عم تحكي عن التكسير هون حجر الأساس فعمليا الأعمال اللي بين المزدوجين عم بتوصفها السلطة بأعمال شغب لهن تسكير طرقات لهن الشتيمة ونحكي كثير عن الشتيمة ورح نكتب يعني خرع عليكم كلكم قصائد عن قديش شتيمة قزيتهم نفسيا اللي هي عمليات التكسير إلى آخره هيدا كله اللي حطوه وصفوه بشكل أنه هن أعمال شغب عمليا منه أعمال شغب هو عمليا أدات للتفاوض على موازين القوة ليش لأنه النظام الحالي النظام ارجع كرير النظام هو مش بس الرجال السياسيين هو كمان المصارف هو كمان الأشخاص الأصحاب العمل اللي عنده مصاري لكلهم بشكله هيدا الأوليجرشية وسوى بشكله هيدا النظام اللبناني النظام عنده أكسس هو عنده سلطة على القوى المسلحة بالبلد عنده سلطة على الأموال تبع البلد على كيفية صرف الموازنة تبع البلد على المصارف إلى آخره كتير قوي النظام فلنقدر نحن نفاوض معه أو نساوي معه أو نناقش معه مستحيل لأنه موازين القوى بنيويا في انعدام بموازين القوى مع هذا النظام فعمليا أعمال بين مزدوجين الشغب هي مفاوضة على موازين القوى لنقدر نقلو بهذه الموازين ونجيبو على طولة المفاوضات أنه لا أنت بدك تفاوض معنا هذا هي وهذا الشي شفناه بالأحكام اللي طلعت بالأفين وثمنتاش عن التحركات اللي ثارت بالأفين وخمسة عش وقتا سوف أسكر من الأفهم ساري قبل ما نفوض بالأفين وخمسة عش أخذوا هو الحق أنه وحاولوا على أعمال شغب كل ما يقدر يسيطروا عليه لا هيا جسمه هذا وظيفتنا وظيفتكم أنت ووظيفتكم أنا أنه نفكي كالسردية الرسمية الوفيشال ناراتف الوفيشال ناراتف شو بتقول هو أعمال شغب أر نحنا شو لعم نقوله لا هو مش أعمال شغب لأنه لنقول أنه في جرم اللي هو أعمال شغب أو whatever تم اقترافه بدنا عنصرين عنصر مادة اللي هو عمليات التكسير وتسكير الطرقات إلى آخره وعنصر معنوية اللي هو النية الجرمية أر هون تسكير الطرقات التكسير إلى آخره ما في نية جرمية فيه أنا معم سكر طرقات بس لأجي عرقي حياة المواطنين أو ما عم تكسر مثلا محال كيميل يتسرقه كيميل يتسرقه أو كيميل يتسرقه صح بالمحال أنا عم بتعبر عن غضبك جستما أنا عند نية إصلاحية المظاهرات أنا عم بتصير هو الهدف أن نصلح الدولة اللبنانية لتصير دولة بكل معنى الكلمة مش لا نضلنا بالنهج اللي نحنا عايشين فيه لنا كذا عقود فبالتالي ما في نية جرمية في نية إصلاحية وعا هيدا الأساس بتبطي الجريمة بتبطي الأعمال شغب بتصير ممارسة للحق الطبيعي اللي هو الحق المقاومة من العصيان ضد الطاغية لحق مثلا كذا فيك تفاوض مثل ما ألت وفيك تغيير شي بس هي هي عم مشان هيك عم بيبعطوها على المحكمة العسكرية لأنه منبطل فيك الدافع مش بس قصة المحكمة العسكرية لأن بغير مطارح هي نيابة العامة كمان كان لها دور كتير مهم بزاكرت أنا قصة من بعد سوري 27 وقتها وصفوا بعض الأعمال بمحاولة قتل في دور للنيابة العامة ما هي القضاء ما أنه جسم أموجان فيه مكون من المحكمة العسكرية من نواب العامين ومن قضاة الحكم وما بدي كمان عمم على القضاء وهلأ حقوصل لهذه الفكرة نيابة العامة كان لها دور بالمحال أنه وقتها نوصف هيك أفعال بأنه هن محاولة تقتل وكذا هي موقف لنقول أن نحن ندافع عن السلطة وقتها نوصف رمح جارة بمحاولة قتل سوري بس هيدا عملية هكذا يعملوا إسرائيلية مع الفلسطينية بأي دوا هكذا يعملوا إسرائيلية مع الفلسطينية ايه لا يوجد حقوق لا يوجد شيء ايه نحصن هذه السلطة وبالتالي عم نقطع مساج للعالم اللي عم تتظاهر أنه ما تفكروا تقبوا راسكن خصوصا أنه هلأ جاي رفع الدعم ما تفكروا تقبوا راسكن وإلا سوف تتهمون بأفعال إرهابية أو محاولة قتل أو إلى ما هو من أفعال لا تموت بصلة بالواقع يعني طب هلأ شو صار اللي كان بالألفين وخمسة عشر كنت تحكي عن تقول يعني نحن كبرنا مع وهيدي أحد الركائز الأساسية تبع النظام اللي نحن عايشين فيه أنه نكسر كتير بصورة القضاء يعني ربينا كلنا مع فكرة أنه القضاء فاسد فبالتالي ما كتير تعاولوا على القضاء لتقدروا تحصل على القضاء لشو تقدموا شكوة لشو ترفعوا ضعوة لأنه هي مصلحة النظام أنه يضاعف القضاء قدر المستطاع أنه يهمشوا أنه ما يضمنوا استقلالية إلى آخره لأنه إذا بقى مسيطر هو على القضاء ما حدا هيوقف بدربه وحاليا مؤسستيا أكتر شخص فيه يوقف أكتر مجموعة فيها توقف بوجه النظام هي القضاء لأنه هن سلطة هن مش موظفين هن سلطة أحد السلطات فبالتالي وقتها أنا همش القضاء قدر المستطاع إن كان بالمعاشات إن كان بإنعدام الاستقلالية بالتدخل بالعمل القضاء بالتدخل بالتعيينات القضائية إلى آخره صحيح بس قدر المستطاع شو بالزابط يعني شو يعني قدر المستطاع أوتان كو بوسيبل أوك تعلمنيها ترجمة الفورية كمان أنا بعد بد ما بحيد عن برنامج فهونا بدنا نبرز وهذه أحد أهداف المفكرة نبرز كمان الأضاط المستقلين اللي عم بيطلعوا أحكام تقدمية عم بتطور الإنون باللبنان وعم بتساهم بتطوير المجتمع اللبناني بال2015 صار فيه الحراك تبع طالية رح تكون إلى آخره من وراء الأزمة الزبالة باللبنان توقف كتير أشخاص على أساس أنه اقترفوا أعمال شغب وتكسيروا إلى ما هنالك فيه أضاط طلّوا أحكام عن هول الأشخاص بال2018 اعتبروا فيها أنه النية الجرمية ما كانت موجودة بالعكس هول الأشخاص تظاهروا وسكروا طرقاتوا كسروا لأن كان عندهم نية إصلاحية وبالتالي كانوا عم بمارسوا حقهم الطبيعي بالمقاومة بواجه نظام ما عم بيقدروا ستبرقوا لأنه كان فيه قابضة نزيه قال أنه هذه منا جريمة هذه حق كلمة الشخصي عبر عن ممارسة حق طبيعي حق طبيعي وبالتالي ما بتشكل سونا إحنا عايزين لك أنقضات نزيهية وعنا كثير منهم يعني هذا كمان هدف المشكلة في عنا كيلون بيطلعوا كتير كتير بس بدأ كمان تعطي الأدوات اللازمة للقاد اللي يقدر يكون عن جد مستقل يعني هنا أهمية الدعم أو بياخدون بيحطون مثلا بشي محال بشي قرية هي أحد الأدوات الأساسية اللي تقدر تسيطر على الأدوات فبيصير القاد حيفكر مرتين قبل ما يطلع حكم مثلا لما معقول يعجب يعني كان عبيرنا كريم ظاهر هذه المرة أنه إذا واحد قادة نزيه عم جات فعلا عم بيعمل شغل وعم بيدافع عن حوق المواطنين وماشي بياخدوا بيعينوا محال تاني بشي ما معاف قرية وبيخطف الزلم وماشي بيجعب بيسمع فيه مشان هيك من طالب قضاء مستقل لأنه لأنه كتير مهم وهيدا الشي كان من أهم القصص كمان لنتاجتهم ثورة 17-20 عم نحكي نحنا عن السردية الرسمية السردية الرسمية بأذهاننا يعني نحنا كبرنا بهذا الجو وأنه القضاء فاسد والقضاء فاسد وما بعرف شو ثورة 17-20 أجي تقالي طلعا القضاء مش فاسد أنا بدي أنه تكره إنون استقليل القضاء الشي اللي نحنا عمليا عم نطالب أصلا نحنا يعني نحنا مع مجموعة اسمها اتلاف استقليل القضاء باللبنان تقدمنا بهذا مشروع الإنون لمجلس النواب أنه قره استقليل القضاء وهذا مشروع الإنون يضمن استقليل القضاء بشكل بنية ما يقدر حدا يدخل بالقاضي بعمل القاضي من هنا ده أنه قضاء مسيس وعندما بيتعاين من الزعمة بس كما عنه هذا مشروع الإنون تقدم لمجلس النواب ثورة 17-20 كسرت السردية الرسمية وصارت عم تقول أنا بدي قضاء مستقل لأنه القضاء المستقل هو ضمانة أنا بهذا المجتمع أكي وين صار هذا الإنون يعني إذا كنا نحنا عم نواجه أشخاص مسؤولين وبعقل نية وعندهم مهارات وكذا أول شغل اللي أفكر فيه أنا كمسؤول سياسي أنه قرر هذا الإنون وين هو هذا القانون لماذا تم إقراره نعم بيدرهم أكيد بيدرهم أكيد بيدرهم هذا الإنون وعند تضمن أنت أسالية القاضي القاضي هو السلطة شفنا شو صار مع فادي صوين شفنا شو صار مع غير قضاء فادي صوين هو آخر حادثة صارت من سلسلة حوادي بعتقد ما كتير فهمت شو صار وكيف وليه طال هلأ أوكي هنا لازم نحكي عن كذا الشغلة أولا تعيين فادي صوين مواصل بشكل ما كان أول اسم يعني تم طرحه كان فيه أسماء وضوات آخرين إلون عازم لا فادي صوين كمان إلون عازم بس كان فيه مثلا طرحه اسم القاضي سامر يونس لهو مشهود بنزاهته وبمهنيت وإلى آخره وتم رفضه بشكل قطعي من قبل السلطة لأنه خافوا منه يعني عمليا لسامر يونس فقطعوا بكذا هذا الحديث تم تعيين القاضي المحقل فادي صوين ما سنتقل فادي صوين يعني أطعوا بكم واحد كان ما يوصل على فادي صوين ليه قبله فيه هلأ بعتقد أنه ما كان كمان عندهم كتير خيار بالنتيج كان لازم يقبله بحدا يعني ربما ربما على اعتبار أنه فادي صوين ما حا يدق بالحصنات أو إلى ما هنالك يعني ما حا يدق فيهم عمليا ولكن فادي صوين عامل شغله يعني شخص تكلف بملف عامل تحقيق تبين معه بهذا التحقيق أنه لا أنا هول أشخاص مضطر أني حقيق معه حتى لو عندهم حصنات الحصانة ما بتتوقف غير على العمل المهني طبعا يعني إذا وزراء بتتوقف على قيامه بمهامه كوزير ولكن وقت يكون متهم هو بجريم من أكبر الجرائم اللي صارت حصانة ما لازم توقفنا كمواطن لبناني فبالتالي أكيد رح يحقيق معه ورهن تفاجأوا بهذا الشيء أنه نقف عما شغله ما كنا متوعين فبالتالي في عنا وزيرين قدموا طلب له طلب رسمي بيتقدم بالمحاكم الليبناني لهو نقل الملف من هيدا القاضي مين الوزيرين؟ زعيتر وعلي حسن خليل لأنه كان بضوحي لأنه كان محصوبين من مين؟ بره بره فهول الوزيرين تقدموا بطلبنا اللي هو طلب مشروع مين ما كان فيه قدمه ولكن مش مشكلة أنك تقدمه شي طبيعي أنك تقدمه كإذا أنت كنت متهم المشكلة هي بكيفية تم قراءة هيدا الطلب لأنه قبلت محكمة التمييز يعني هي السوبريم كورت بلبنان أنها تنقل الملف كيف تقبل؟ على اعتبار أنه كيف تقبل بعد هيك فاجأة معنى بعد تفجير أنت قلت لك هديك مرألة انفجار قلت لأ تفجير لأنه إنه تفجير إيه شريمة ما فينا نقول انفجار مرفق بيروت هو تفجير هو صدفة ما صار بالصدفة يعني ما صار بالصدفة يعني ما صار بالصدفة ما صار بالكارسة ما صار بالكارسة معنى هذه الناراتف اللي هنا عم بجرد ويمشو أكيد لأن لمصلحته أنا فاجأة أنصار في 2750 طوان بمرفق بيروت بتفجير مرفق بيروت من بدر ظاهر اللي ما هونالك كمان جربوا يتحصنوا وراء الحصانات تبعهم وأنه نتركهم بالوظيفة نشيروا عظيفة فالشيء اللي صار بطلب النقل هو أنه محكمة التمييز ما بدي أقول كان فيه تدخل سياسة قد يكون كان فيه تدخل سياسة أو لا قد يكون قراءة كتير تقليدية لدور الآد وهلأ حنوصل وأنا برأيي هيده أخطر أنه لا لازم ينتقل الملف بفكرة أنه أولا تخطى الحصانات وأنا برأيي بس هيده من السبب لقالو بلا بلا هيده السبب تخطى الحصانات وفكرة أنه بيته وبيته كان ضر هو انضر شخصيا سواء سعيد الشخصي هو خلاص معنى سواء ما هيكون موضوع سيكون حيادة بالنسبة لكيفية قيامه بمهام فضيعين المشكلة هي وين وهذا نزار صغير قال المشكلة الأساسية هي أنه هون عم بحده كتير من دور القادة عم بيلغوا عمليا فكرة القادة الاجتماعي أن القادة ما لازم أبدا يكون مؤثر بالمجتمع اللي هو عيش فيه بس لازم ينفذ والقادة لازم ينفذ القادة بحرفيته بلان سور نوار القادة بقول هاكي فأنت لازم تنفذه بهذا الشكل مش دورك أنك تفكر بالقادة الحصنات مثلا فيه مظبوط فيه حصنات للوزراء أو للنواب وكذا بس إذا القادة بده يكون فونكسيناير يفكر الانون متى كأنه هو فونكسيناير وأنا بدي أطبق الانون إنتما هو مكتوب بقوله أنا ما فينا أتخطى الحصنات فالقادة اللي بده يفكر بالانون بقول لا فيه كونتكست كيف نحط هذا التكست في الوضع ما نحط هذا النص الانوني بشكل معزول عن الإطار اللي نحط فيه نحط ليحمي النايب أو الوزير بقيامه بمهامه لما يصير فيه مثل مع الحصانة اللي بتصير على المحامة الحصانة الموجودة على المحامة هي لحماية المحامة خلال قيامه بمهامه لما حدا يجي يعتدي عليه وما يخليه يقدر يقوم بعملية دفاعه عن الموكلين تابعه كمان الحصانات الموجودة للنواب والوزربي هذا الإطار نحطي فوقت يكون هذا الشخص متهم بجريمة ما فيه جيد يحتمى بالحصانة المهنية تابعه الحصانة تابعه لازم تكون مقتصرة على قيامه بمهامه أكتر من هيك ما عندك حصانة وإلا يلا خليه ينزل على الشارع يقوي بس كيف ألوه علنا ويتحسن بالحصانة تابعه بس كيف ألوه علنا هي كانت أحد المبررات بالحكم أنه لا القانون كتير واضح بهذا المحل أنه في حصانة للوزر والنواب وبالتالي أنت ما فيك تقطع هذه الحصانة غير ما تكون قطعت بال بروسس الطبيعي اللي هو أنه تبعت لمجلس النواب إذن بأنه رفع الحصانة وهو أن يختفي المنط وهو أكيد هيختفي والمجلس النواب أكيد هيقول لا وفا عم نتكهن بس أنه في عم نتريح باللبنان ونعرف فبالتالي هنا هي الخطورة الأساسية تابع هذا الحكم أجل نزال صغية قال بشكل كتير واضح أنه عم نرجع نعيد النظر بدور القادة الاجتماعي القادة المعاصر ما فينا نعتبره قادة مثل 1950 و40 وكذا أنه قادة هو شغلته أنه يجي يطبق الإنون مثل ما هو مكتوب ساعتها شو وظيفة القادة خلينا نستبدل القضاة ساعتها بدمشين أبخدوير دولار يعني مكنة هي بتصدر الحكم مش بحاجة لا يكون في عنا قادة ما في إنسينية يعني كلية مش بس إنسينية تفكير أنا مش بهمني بالإنسين بدي حدا نفكر بالإنون ليطور الإنون نحن بوضع الديمقراطية في لبنان بشكل أساسي تعول على القضاء ليش لأن عنا مشرعة ما عم بيشتغل فما عم بيصدر القوينين ما عم بتطور القوينين فبالتالي صار في عنا النوفل فارم دو ديمقراطية في لبنان وهذا التطور يتأخر كم سنة وهي فيه أربع عناصر الصحافة المواطن اللي هو عم بقدم هيدا السلطة الرابعة المحامة والقاضي فصارت مواضيع اجتماعية أساسية عم تنطرح قدام المسرح القضاء والقضاء عم بيلعب دور أساسي ليطور هيدا القوينين وهذا شفناها بقوينين بقصة تتعلق بمسائل تتعلق بالمثليين بمسائل تتعلق بحق المرأة بمسائل تتعلق بحق العمل هذا شي شفناها بعدد من المسائل كان المشرع غافل نهائيا ما عم بيعمل أي مبادرة ليطور بهذا المحل القضاء لعب دور أساسي بهذا المحل فهون بتفهموا ليش في مصلحة يعني مصلحة واضحة للسلطة إنها تحد كليا من دور الآضي تلغي دوره الاجتماعي وتحولوا لموظف عمليا عم بيطبق الإنون بحرفيته فعم بيخضع عمليا لأوامر طبعا عندي سؤال أنا كتير أسئلة أنا كتير أسئلة أنا عندي دفتر هلأ ليك أنت قالت صار في تصعيد نوعا ما من قبل قوة الأمن كرمال يقدر يسكتوا ويكمعوا العالم هلأ مع جائحة الكورونا عم بيستغلوا كمان هادة فرصة كرمال يسكتون معانت؟ أكتر وأكتر والشخص اللي بدوا ينزل كرمال ما بعيد فيفتح الدكان طبعه وكان ما يطلع متعيشه بيطرقوه أو بيحكموه الزلم اللي هلأ بيتظاهر كمان بيطرقوه بيارهاب معانو تهمون هنه بيارهاب والسرقة كأنو عم بيعملوا على الشخص يعني كأنو ما زال المنظومة السيسي هي اللي فجرت لبيروت وهن هي اللي نهبت كل مصرياتنا كأنو عم بيعملوا لا هول هنه هول هنه مهم مين المجرمين مين الإرهابين نعم نعم على هيدا الأساس هادي تطبيق للمثل طبع أنو ضربني وبكى سبقني واشتكى يعني عمليا اكزاكت مثل بالغيكرياسيون يعني طب على هيدا الأساس عنجاد عم بيصير في نهار الاقتصاد لبنان الاقتصاد رائعي نحنا نستور 90% من كل شي وما منصدر شي طب رح ينهار الاقتصاد أول شي القطاع السياحي نضرب ما بقى حدا حييجي أو إزا شي حدا حيجي رح يكون المختاربين يساهموا بالاقتصاد حقا مش كلهم عم بيرجعوا مش كلهم رح يرجعوا من ناحية صناعية ما منصدر شي في شغلة حدا قال نوح الزعيطر معانو منو رجل اقتصادي بس بيفهم بش يسمو الحشيش وقال بعد رسالة أنا بيهبر قال له لك بتشرع الحشيش أو بتشرع ما بعرف إذا ده تصدير أو أو تعمل هالشي فيك تسكر الدين بلبنان بدي أسألك أنا عن أنون ما عرف ما اسمه أنون الحشيش بس أنت فيك أنون الحشيش حلوة اه شو عم بيصير بهذا الشي أوكي إذا فينا بلش أولا لأن حوصل لأنون تشير القنب بس إذا فينا بلش أولا بقصة الكورونا قصة الكورونا هي قصة كل هيدا السنة عمليا عم بيعملوا ويبنائزيشن للكورونا كرميل يقدر يوصل ثوري 17-20 قدرت فككة السردية الرسمية قدرت قلبة موازين القوى إلى حد ما مع السلطة السلطة أصلا اتحديت من بعد ثوري 17-20 بعدين بلش نقلبوا على بعض بس عمليا لدينا مافيا اتحديت لتحمي حالة وصالت تقولهم لا مش كلهم يعني كلهم ما عرف شو وقت ظاهروا بس ما تشتموا فعمليا كانت بنقطة الضعف أساسية هيدا السلطة خصوصا إذا بتتذكروا المظاهرات اللي صارت على جلسة السقة بشباط بغري قبل الكورونا اجت الكورونا على طبق من فضة لأنه تم استغلال الهلع لنتج عن وباء الكورونا لعسكرة البلد ونهوض الدولة البلسية بس بدي حط هذا الشيء مش بس صار بلبنان هيدا وين ما كان وين كانت العالم عم بتتظاهر وين كانت العالم عم بتعبرون الغضبة فجأة صار في كورونا وكل العالم بتصليون ببيوتهم وخلص هذا شيء ويجب أن نحن نحكي فيه في علمات استفهام في فلاسوف الفلاسوف الإطالي جورجيو أغامبن هو حكي عنه كمان وهذه التطبيق عمليا لكل البيو بوليتكس اللي حكي عنها ميشيل فوكو داير ميشيل فوكو بأحد الكاتب الأساسية تابعو المتعلق بال البندول ليس البندول لا هذا كأوبرتو إيكو تابع البندول دو فوكو اللي هو كتاب كتير حالو بايدو ريتو خلال الconfinement لا ميشيل فوكو كان فسر كيف النظام السجن الحال اللي نحن عايشين فيه يعني السيستام دانكارسلاشن اللي عايشين فيه حاليا نشأ من السياسات اللي خلقت بالقرن السابع عشر بفرنسا لمكافحة الطعون فمكافحة البلايج ني بيبونك بلايج ني فلمزور دو ديسيبلين اللي صدروا بفرنسا وقتها لا يكافحوا انتشار الطعون تم استخدامها لخلق السجون الحديثة المدرن فالقرن فالقرن انه كيف المزور المتعلقين بالبريفنسيون بالحد من تفشي الواباء وكذا هي عمليا مزور ديسيبلينير يعني بتنوجد لقلب موازين القواء ولا تلغي شي عمليا حصاني وجد الانون لحماية المواطن وهذا شي اللي شفناه بالكورونا الكورونا الطريقة اللي الحكومة واجهت فيها الواباء هي انه أصدرت سلسلة من المرسيم كانت بتتسم بالطابع العقابة يعني وهذا شي شفناه من خلال انه كيف قالوا انه الاشخاص اللي بيخالفوا هول التدابير المزور ديسيبليني التدابير كيف بيخالفوا هول التدابير بيتموا لحقتهم على اساس المادة 604 زمن غلطان من انه رعبات اللي أصلا ما كانت بمحلة بس هذا غير موضوع فهي دي الابروش يعني المقاربة العقابية لفات انه باللغة اللي تم استخدامها بالمراسيم صدرت عن الحكومة لغة كتير مبهمة يعني الخروج والولوج أو من دون ما يحددوا شو هي الضوابط حالة الضرورة من دون ما يحددوا شو هي حالة الضرورة وتركوها للتطبيق عنصر قوى الأمن الداخل الموجود على الطريق أو البلديات وتخيلوا شوي قدام أقول يكون فيه تعصف بكيفية فهم حالة الضرورة يعني أنا مثلا إذا بدأ أظهر اتمشى من شان صحة النفسية هلشي حالة ضرورة ولا لا فهون في كتير مجال للتعصف بهذا المحل فاستخدام تعبير متطية الإحالة لمواد بإنون العقوبات للأشخاص اللي بيخالفوا هيد التدابير فضلا عن أنه شفنا قصص مفجعة أكتر بكتير في رسم أفيش لقوى الأمن الداخل أنا شفتها خلال فترة تشبه كتير الأفيشات كانوا الأنظمة الفاشية تعملها يعني أنه إذا شفت حدا عم بخالف بلغ فحولوا عمليا الجار والإبن والأخت والأم وكذا كل أفراد المجتمع مرائبين على بعضهم البعض ليقوموا هني بدور الدولة العالية مثل نورث كوريا إذا تفسد على هذا يطلع لك أنت سيطلع لك فصرنا عمليا هذا تجسد لـ 1984 تابع جورج أورويل فهيدي المقاربة عمليا واستغلال الهلع حد بطبيعة الحال من المظاهرات اللي كانت عم تصير بـ 27 لأن العالم كانت خايفانة مش خايفانة من وراء الإجراءات الدولة وحسب خايفانة لأنه ما عندها ساعة أنه الدولة حتعرف تدير أزمة الكورونا فإذا بتتذكروا بلبنان العالم بلشت تنحجز أو تنعزل قبل ما تصدر الدولة مراسيم والتزمت لأنه ما حدا كان عنده ساعة أنه الدولة حتقدت تنقذنا وكان معنا حق وكان معنا حق وبعدين شفنا كيفية التطبيق على الأرض يعني أنه أشخاص اللي هنا كانوا لازم يكونوا المثال الأعلى طبع التباعد الاجتماعي وكذا اللي يناهون فجأة على أكتاف العالم ببعلبك عم بيرقصوا جبكة كورونا أنه الحمد حسن لا بس أنه في لوجيك في الدقاء يعني ما معقول شغطت نظرة للعالم بقوه بالبيت وما بعرف شو فضلا عن أنه الإعلام التقليدي وهنا أهمية كمان تمييزه عن الإعلام البديل اللي هو أننا أو أنت أو كذا كنا مشكلة أنت كمان الإعلام التقليدي لعب دور أساس بسردية السلطة وقت أبلش يقوله للعالم بلامخ وكذا أي إعلام بالعالم بقول بلامخ للشعب بلامخ كان لازم تستعملوه على أعوان السلطة وأركان السلطة وقتا كانوا عم بفجروا بيروت وقتا كانوا عم بينهب عم بيكترفوا أعمال فساد هونيك كان لازم تستعملو كلمات بلامخ بلامخ ما تستعملوه على الشاب الفقيل عم بيطلع مصريته بشكل يومي فمضطر أنه يطلع من بيته من شين يقدر يشتغل ويتعن عائلته ومش تقلعه بينهبين بلامخ بفضل يلقات كورونا يموت من كورونا وما يموت من الجوع إي إيه فالإعلام التقليد معليش الزلمة بيكون عنده حتحالك محلو حتحالك محلو لهذه الزلمة يلي إذا ما بيع منقيش أو كعك وعملوهم مقابلة أجل أنت مجرم في واحدة من المقابلات التليفزيونية أنا شفتها بالل بي سي صاريت صحفية بالل بي سي ما بعرف إن جابت أسماء العالم اللي كانوا حاجدين حالهم بالبيت من بعد ما إجوا من السفر وبلش يتمشي هي والكاميرا ما ينتأكدوا إن هن موجودين بالبيت أوكي أمليلي سوري بس أولا غير إنه هذا خرق مفجع للخصوصية كان في قلة مهنية موجودة من قسم كبير من الإعلام التليفزيونية مش بس الـ LBC مش بس الـ LBC الـ MTV أعلنت حال الطوارئ على الحالة يعني قبل ما الدولة تكون أصلا أصلا بغض النظر إنه حالة الطوارئ ما كانت أبدا محلة حالة الطوارئ يعني نسلم الحكم للعسكر فكانوا عم بيطالبوا بالإعلام إنه أعلنوا حالة الطوارئ بتكون سلموا الحكم للعسكر يعني بتكون تنهونا نهائيا كبلد أعلنت تعبئة العامة مش لحالة الطوارئ التعبئة العامة اللي كانت بمحلة لأنه فيها تلزم السوبر ماركت إنه يفتح فيها تلزم اللي بيصرفوا مصاري إنه يفتحوا كذا يكون في حد أدنى بالسيرفيش بيبليك فكانت التعبئة العامة بمحلة إلى حد ما ولكن يعني هي السنة عن جد أركتيب بتندرس بالتاريخ إجا تفجير بيروت بأربع أب وألور كوكين عم بتصير في مطالبة لإعلان حالي الطوارئ على أشهر السلطة ما كانت عم تقدس تعلن حالي الطوارئ ولأن شروطها الإنونية ما كانت متوفرة بغض النظر إنه في بعض الإنونيين اللي كانوا موزو ppeعين طلعوا على إنهم بلا متوفرة بس إنه الكورونا منها كارسة الكارسة هي كارسة طبيعية كارسة مفتعلة من الإنسان الكورونا هي saatم مستدام منه كارسة فما فيك تعلن حالي الطوارئ عليه بريف ما كان في شروط الإنونية لنعلن حالي الطوارئ أعلنوا التعبئة العامة اللي كان فيها الشرطة الإنونية وإذ إجت فجير بيروت بأربعة أب يوم اتنين أعلنوا حالة الطوارئ كل مثل إنه أجتن فرصة من الله لا يقدروا يعنون حالة الطوارئ إعافة عن حال الطوارئ أعلنتوا التعبئة العامة اللي كانت بعد سرية المفعول فقدرين أنتم تستنهدوا كل الموظفين الدولة القوى المسلحة ليعملوا التعبئة العامة ليسيعدوا العالم رفع الأنقاد لا يعاملوا طوء أمني حول مسرح الجريمة الشي الليل ما نعمل أول 24 ساعة وفينا نرجع له هيدا فبالتالي في كتير عالم قدروا تلاعبوا بمسرح الجريمة أور انتوا ما عملتوا كل هيدا شي أعلنتوا حال التواريق ليه؟ أوكي كان فيه إني دي كونديسون موجودة اللي هي الكارثة بس الريزون داتر طبعا مش مبررة فحالة التواريق هي تجي دمن سلسلة اعتمدتها السلطة من أول ما بلشت الكورونا أن تنهد الدولة البوليسية من خلال عسكرية الصراعات من خلال اعتماد لغة قمعية عقبية لمواجهة وباء الكورونا فاجيهم تفجير بيروت لا يعلموا حالة التواريق وبالتالي يعطوا قسم من الصلاحيات للعسكر بالبلد لا يقدروا يطبطوا الشارع هيدا هو عمليا حاولوا يعملوه وهيدا الشيء شفنية كمان نرجع منيبليشن طبع وهيدا الشيء رجعنا شفنية رجعنا شفنية وقت طالع وزير الدخلية وصرح أنه 95% من القضاة هني فيسدين هاي أساس جبت هيدا الرأي أنه 95% من القضاة هني فيسدين هيدا عمليا إعادة تدوير لكل السردية الرسمية طبعا أن القضاء فيسد فما فينا نعويل على القضاء ما بعرف شو فإننا نجي نهمش القضاة قدر المستطع وزير الدخلية عمل هذا الشيء الثاني شيء هو المذكرة اللي طلعت من اللواء عثمان اللي سامح فيها للقوة الأمن أن توقف شخص أول 24 ساعة من دون ما تأخذ إشارة من نية بالعامة من قايمتها الشرطة بتوقف حدا من دون ما تأخذ موافقة نية بالعامة يعني أنت عم بتشيل من صلاحيات القضاء طب وإمتى هيدا صارت؟ هيدا صارت ما بتذكر تحديدا مثلا بعد تفجير بيروت صارت إذا مننا غلطان بتشرين الأول أو شيء من هنا أو طلع الخبر بتشرين الأول أو تشرين تاني شيء من هنا وكان صار قبل يعني ففي عملية ممنهجة لتفشة دولة بوليسية بالبلد من خلال استغلال الكورونا من خلال استغلال تفجير بيروت وإعلان حالة الطوارئ بشكل مش مبرر من خلال تهميش القضاة بشكل بنية وستركترال وبالإعلام مثل ما صار مع وزير الداخلية هيدا كله لنجرد الدولة من الأدوات اللي بتضمن الديمقراطية اللي بتضمن أنه يكون في عنا جمهورية عادلة والتطبيع مع نهوض الدولة البوليسية وهذا الشيء كمان شفناه بالصراعات العملية اللي صارت بال2020 و2019 أكان مع العمال تبع رامكو أو أكان مع العمال تبع الأشخاص اللي كانوا بيشغلوا بالمستشفى الجامعة الأمريكية وقت تم استدعاء الجيش لمواجهة عمال مستشفى الجامعة الأمريكية استباقيا يعني كانوا بعد ما عملوا مظاهرة So أحمد وك This information, misinformation and manipulation عم يسير Of course وهذا الشيء اللي بدل أنه بعدنا بحالة أقله مع أعوان السلطة وأركانا بحالة تطبيع مفرط Hyper-normalization مع نظام أثبت فشله بشكل نهائي وما في مجال أنه يكفي نهار هذا النظام وهن بعضهم متماسكين فيه والدليل على ذلك الطروحات اللي اقترحوا لا فما بعشوا اقترحوا بس أن القصص القليل اللي اقترحوا ليطلعوا من الأزمة المالية هي قاعدة تدوير لكل السياسات اللي أساسا وصلتنا لهذا طيب عندي سؤال قبل ما نقول على الحشيش يا موضوع بدي أسألك النواب وكل الرجال الدولي ونساء الدولي اللي ما استقالوا بعد شو رأيك فيهم هلأ أنا برأي أنه هون في مسؤولية معنوية بشكل أساسي على الأشخاص اللي عم بيقبلوا أن يشاركوا بعضهم بهذه السلطة لأنه في منهم بعضهم بيفكروا أنه فيهم يغيروا شيء يعني نازيهين بس جربوا يغيروا السيستام أو عم بيجربوا يغيروا السيستام وهو ما عم بيقدروا بعتد عشان هيك بعضهم بقيين في منهم هيك وفي منهم عم بيقول أنه هلأ في هون لازم نميز بين شغلتان وقتا نحكي عن حق المقاومة أنه قلنا أن حق المقاومة هي حق طبيعي وكذا حق المقاومة فيه له كذا أوجه فيه له الوجه الشعبي اللي هو المظاهرات اللي هي تسكير الطرقات اللي هي كل الأعمال اللي تصنف من قبل السلطة كشغب اللي هي معمولة لنقلب موازين القوى ولكن في عنا مقاومة بتصير بشكل مؤسسات انستيسيونال يعني أشخاص موجودين بمركز السلطة أو موجودين بوظيفة change from within يعني exactly change from within وهيدي شفناها كتير مع قوضات طلعوا أحكام تقدمية جدا لا يطوروا الانون الوضع باللبنان فهيدي قريدي شفناها يعني هون المناشدة أنه نشوفها أكتر أنه نشوف أشخاص أكتر بهيد المراكز عام بيرفضوا ينصاعوا لأوامر مخالفة للانون بشكل فادح ما تما يطلع لنا بجواب مثل أنه نحنا كنا عم نخضع لأوامر لا وقتا يكون الأمر مخالف للانون بشكل فادح عندك حق وعندك واجب actually أنك تقاومه وأنك ترفض الانصية على إله دير الجوريست الروماني سيسيرون قال أنه هو اللي يطلع بتيورية تبع الحق المقاومة وكذا قال أنه منا بس حق هي واجب على المواطن وقتا يكون في طاغية هي عم تحكمه واجبه أنه يقاوم هيدا الطاغية لأنه هدفه أنه يرد الأمور لأمر الطبيعي من هيك منقول حق طبيعي لأنه الحق الطبيعي بيجي هي ناتور كي فين كوريجي لريال فوقتا يكون لا تسأل ماذا يمكنك فعله لك تسأل ماذا يمكنك فعله لك فهيدي جبران خليل جبران وبعدين اعتمدها كيندي وبالإجليزي بالمعنى أنا كي بالعربي لا بسي أعتمد كتبها بالإجليزة ليش بالعربي فالحق الطبيعي هنا بيتدخل ليصلح الإنون الطبيعي عفواً بيتدخل ليصلح الإنون الوضعي ومن هنا بتجي حق المقاومة اللي فيها تصير كمان على سعيد هلأ هوني منميز كمان بين أشخاص اللي هن بوظيفتهم بمركز السلطة مثل موظفين وضعاتي لآخري وأشخاص سياسيين هوني مبلغ بتقع مسئولية معنوية على هؤلاء الأشخاص يا أنه تستقيلوا كموقف سياسي أنه أنتوا ما عم تقدروا تغيروا اعتراف بهذا الشي وكضمن إطار العمل المقاومة اللي عم تعملوه ضد هيدا السلطة ولا تبرهنوا كمان أنه أنتوا ما نكون ضمن هيدا المنظومة أو بتضلكم ضمنها على أمل أنه تقدروا تغيروا جوة بس كمان الأمور كمان فائدها لأنه الأوليجارشية المخالب تبع الأوليجارشية يعني القوة تبع الأوليجارشية شعبين كتير على مختلف مؤسسات الدولة فمؤاومتها بالسياسة مع هيدا الطبقة بشكل مؤسسات سياسة تقليدية ما بعتقد حتصير من هيك أنا انتقدت كمان قصة الانتخابات لأنا بنظر أنه التعويل على العملية الانتخابية ما أنه كتير بمحله لأنه منعرف كتير منيح شو الهندسة اللي نعمل فيها إنه انتخاباته لأي درجة ما هيوصل لنتيجة وشفنا قبل يعني عدة ناس منيح يعني تكنوكرات فاتوا عدة حكومة قبل في كم واحد قدروا يغيروا شوي بس بالآخر ما بتقدر يعني قد ما بدك أنت يكون عندك جرأة تعمل ما فيك في ناس بيجننوا فاتوا على الدولة اللبنانية من الوزراء للنواب وهيك شو عملا لو اللي بدحك إنه إحنا منا نوسق بالمؤسسات منا نقدر نتسلم يعني نقول خي أوكي هنو عم بيهتموا فينا بس بالمنظومة الحكمة هلأ أو بالسياسة التقليدية مثل ما قلت نعم بيهتموا حالهم معنا ثقة بحدا معنا ثقة بمؤسسات الدولة ما في ثقة بالقضاء ما في ثقة بالسلطة ما في ثقة بالمصارف في مشكلة ثقة أساسية موجودة اليوم بلبنان ونحن وقت نقول إنه رايحين على الزوال رايحين على زوال الدولة اللبنانية حالية ايه رايحين على زوال الدولة اللبنانية حالية ما عرف إذا شي سيء لأنه بالوضع الحالي أجانع نحن نحكي عن تطبيع مفرد رح ننهار فلازم نفكر ببدائل والبدائل موجودة طلعت فيها ثورة 17-20 بس أنت مع أشخاص موجودين بالسلطة قسم كتير كبير منهم كانوا هن أمراء حرب أمراء حرب أن قتل محاية الألاف لما يتخلوا عن سلطة ما بتخيلوا عن سلطة بها السهولة بدك نوصل على نهار الاقتصاد وما منقول الحشيش في كلمة غير القنب هو التشيع القنب اللي هي أفات البلانت اللي بيستخرج من الحشيش طب أوكي لكن نهار الاقتصاد ما فينا نعمل شي لازم نكون شوي كرييتف بكيف نحنا فينا نطلع مصار ايه هذا نزرع على البلاكين نزرع على البلاكين أنا وإلى آخرين لا عم بحكي عنه مواد العالم ما بتنبسط فيها عبدا الحشيش وين صرنا وأنا سمعت إشاعات يمين شمال عن أنه عم بينحكى بركة رح نقدر نتصدره رح نبلش نزرع ونستعمله لأسباب طبية مقفزة الكيف حتى كمان مفاكرين فيه شو وضع لنه أوكي هلعب دور كتير سائلة هي بومت الشاربين عمليا اللي بدي فكك كل هذا ديسكور الرسمة اللي هو أبدأ من يجدو أثبوت هو وهم وفات ما بعرف صراحة من وين نبلش بلش من الحرب على المخدرات لسارط بلبنان عفوا على المخدرات لسارط بلبنان أو من الإنون خلينا نبلش بالحرب على المخدرات حرب لسارط بلبنان على المخدرات أجد بشكل أساسي كتتبع للسياسة الأمريكية اللي صدرت بأواخل الأربانيات بعد الحرب العالمية الثانية أواخل الخمسينيات Big schedule one drugs يعني جزتما مثل الميوانة مثل الهيرونا مثل الميوانة هي من أساسها ما كان إلى ولا أي أساس علمي صارت بس لأن كانت أدات لقمع شعوب مهمشة بأمريكا مثل المكسيكية 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 كانوا يقولون أنه كانوا بدون يعني يعملوا يعملوا إليجل لأنه العالم كانت عمد داخل ما كانت بدأت تروح الحرب صارت شوية هذا لاحقا جيت لاحقا هذا صارت إليجل إذا أريدكم أن ندخل بهذه التفاصيل لكن هناك مشكلة درائب لا هي أفاة للجزء هو الهمب كمان كان لصناعة مثل ما هي أفاة ممار حسنا حسنا هو من بعض الحرب العالمية التانية استلم مكتب مكافحة المخدرات اللي كان اسمه بوقتها غير شي نسيت شو كان اسمه الـ Federal Bureau of Narcotics أو شي من هالنوع لا كان اسمه شي تاني براف كان هيدا المكتب أنشئ لمكافحة استهلاك الخمر اللي منع بأمريكا بالعشرينيات وقت الكابون وقت الكابون إلى آخره بعدين روزفلت إجعل حكم رفع هيدا المنع فهيدا المكتب الفيدرالي بطل إليه سورس دو فينانسما بطل إليه تمويل لأنه الريزون دا ترتبعه كانت أنه يحارب شوية أشخاص عم بتعطو كوكايين أو إيرويين اللي ما كانوا كتير اكتر أنا ذاك بأمريكا فبالتالي ما كان فيه إليه إليه استلم هيدا المكتب شخص اسمه هري آنسلر أو آنسلينجر اللي هو كان محارب بالحرب العالمية التانية لسيئة على حظه أنه كان مجوز بنته لوزير المالية بأمريكا أنا ذاك فعامل اللوبيينج مع الكونغرس الأمريكاني لجرموا استهلاك الماريوانا أنا ذاك لأنه قرب كم ما قال أنه الماريوانا في مكسيكن فاميلي مدرجو صلى لأن دخلوا ماريوانا أو كذا فضمن العنصرية اللي كانت موجودة بأمريكا أنا ذاك بعت وقت رسائل لكذا عالم لكذا خبير علمي بهذا المحل ليقل له أنه هل شي هي لازم نجرمها ولا لا بعد 33 واحد 29 قالوا له لا ما لازم نجرمها وإذا جرمناها رح يكون في خطر اجتماعي كتير كبير مثل ما شفناه أيام اللي صار فيه تجريم للخمور بأمريكا الرويبيسيون الرويبيسيون دوك ما لازم نجرمها واحد قال لهم بلا لازم تتجرم وهو المكسيكية والبلاك أمريكا نا واكيد عنصر جزتما مسك هذه الورقة ورح فيها على الكونغرس وعمل لوبينج وقتها وكذا وهيك تم تجريم الماليوانا ووقتها أمريكا كانت ب لأن بعد حرب العالمية كانت هي عم بتمويل الدول اللي عانت من حرب العالمية تاني بأوروبا وكذا فبلشت كمان تفرض سياساتها الداخلية على هذه الدول ضمن لبنان وفي مراسلات بين شارل مالك وهاري آنسلينجر اللي كان عم بقل له أنه لبنان هو أحد الدول الأساسية اللي عم بتم تصدير مننا الحشيشة وما معرف شوفها لازم تمسكوا الأمر أكتر بكتير وقتها كميل شامعون جرب أنه طلب وقتها من فؤاد شهاب أنه يبعد طوفات على الهرمل وكذا ليقصوا في الأراضي الزراعية رفض وقتها فؤاد شهاب وريمو إده كمان وقتها رفض أنه يتم تجريم الحشيشة لأنه حيقوموا المزارعين علينا لابدنا نجرهم ولكن لنرضي الأمريكان من وقتها صار فيه سلسلة أنه أوكي مش قدرين نحن نطال التجار الكبار المزارعين لأن المزارعين لنهم تجار الكبار لأن المزارعين هي الـ two ends of the chain وهنا أكتر شي مهمشين وهنا المزارعين ومستهلك فما فينا نطال التجار الكتير كبار فمن طال أكتر شي الشخص الهيين اللي نقدر نقفه وهو المستهلك المخدرات وهذا الشي شفنا نتاجي بعمل مصاري بعمل له مصاري ببرره كمان التمويل اللي جاية من أمريكا إلى آخره نحن عم نعمل شغلنا عم نوعي فورا بالـ 98 تغير من اللبنان من بعض جهود كتير كبيرة من المجتمع المدنى أنا زيك تدخل كمان من الـ UNODC إلى آخره لا ترفوا بمبدأ العلاج كبديل عن الملاحقة والعقاب شو يعني يعني تغير الجرم الجرم بطل استهلاك المخدرات صار في عنصرين للجرم حكينا من شوية عن عناصر الجرم صار في عنصرين لازم يكون هو الـ انون شو بقول انه يعاقب من استهلك المخدرات جو جو پارافخاز مش هذا هو شي البلون بس جو سمبلفيا يعاقب من استهلك المخدرات من استهلك و لم يزعن لإجراءات العلاج شعني لانه عنصرين يعني لم يخضع لإجراءات العلاج دونك في عنصرين عنصر استهلك المخدرات العنصر التاني هو رفض الخضوع للعلاج لانه الانون الحالي انشأ مبدأ العلاج كبديل عن الملاحقة والعقاب فبمعنى آخر وفر أدوات رسمية للأشخاص المدمنين على المخدرات انه يقدروا يتعالجوا بمراكز معتمدة من الدولة وفي حال انتو تعالجته ما بتتلاحقه دونك الأرشي تكتير تبع الانون شو هي اذا شخص توقف بتهمة استهلاك المخدرات اذا هذا الشخص قال ما بدي أخضع للعلاج هذا العنصر التاني نجمع بالعنصر الأول وبالتالي صار في جرم لهو انه استهلك ورفض الازعان للعلاج فاكترف جريمة انا بعقبه كقادي اذا هذا الشخص اجا قال لا انا بدي أخضع للعلاج احد عنصرين الجرم مش موجود لهو رفض الخضوع للعلاج فبالتالي ما في جرم فأنا كقادي حسب الانون بتحاولوا ساعتها على لجنة انشاء الانون موجودة حاليا اللي هي لجنة مكافحة الإدمان موجودة بوزارة العدل اللي هي بتشوف على ملف هذا الشخص وبتحولوا لأحد المراكز المعتمدة من قبل سوما انه بقى جرم صار علاج او صار 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 بغض النظر بغض النظر اذا احنا من وافق مع هذا التوصيف ولا لا بس عم بقول لأنا شو الانون بقول فبتحولوا لأحد مراكز العلاج المجانية يعني هو العلاج على حساب الدولة مش عحساب الشخص اللي هي فيها تكون من نور سكون ما تأفر اللي هنو مش للدولة بس معتمدين معتمدين من الدولة سكون دايير معتمدين من الدولة فالشخص بتابع علاجه ضمن هذا المركز وقته يخلص علاجه بينجاح لأنا اول شي كانوا عم بقولوا وقته يشفى من الإدمان بس بعدين اجوا خبره عم بقولوا لهم ما فيش اسمه حد يشفى من الإدمان فخلص علاجه بنجاح أصبت كترمينولوجي بيرجع بروح ملفه على لجنة الإدمان اللي بتصدر شهادة شهادة اسمها شهادة اكمال برنامج العلاج بنجاح بقدمها للقاضة القاضة الساعة بيسكر الملف وما بيصدر شي على السجل العدلة هاي دي هي الارشيتكتور اللي انشأ عينون المخدرات بـ 98 في لبنان أور شو بحب الأور شو بحب الأور ما عليك ولكن الدولة عمليا ما وضعت الآليات الأساسية لنقدر ننفذ هذا لأنون ما أنشأت لجنة مكافحة إدمان على 13 سنة يعني أول مرة صار هذا شي كان بالـ 2013 من 1998 للـ 2013 ما كان في لجنة وبالتالي كانوا الأضاء عم بيتواجهوا شو كان يصير؟ فلا كانوا الأضاء عم بيتواجهوا مع أزمة ضميرية عم بيجيهون شخص عم بيقول لهم أنا بدأت عالج بس ما في أدوات رسمية للعلاج فيا أنه بدون يعقبوا الشخص بلا نص لأنه أحد عنصرين الجريمة مش مورود يا أنه بدون يتركوا هذا الشخص بلا ما يوفروا له وسائل للعلاج حسب ما منصوص عليه بالإنون للأسف الأضاءات أنا ذاك اعتمدوا المنطقة العقابة فكانوا عم بعقبوا الأشخاص بالرغم من التعبير قصم منهم أنه هن بدون يخضعوا العلاج حتى في أحد القضاءات اللي هلأ صار بمركز كتير مهم كان آدي منفرد جزائي ببيروت أنا ذاك أصدر حكم عقب فيه شخص بالرغم من أنه جبله شهادة أنه هو تعالج بمركز علاج بكندا بس اعتبر وقته هذا الآدي أنه لا بس هذا ما أنه مركز معتمل شوزا هم تطلب علاج لأدمان عم بتسلم حالك كأنه هي هيدا لزيط الإنون تبعا 98 أنه بيفتح هذا المجال بكافة مراحل الملاحقة والمعاقبة يروح طوعيا عن لجنة الإدمان يقول أنا بدي أتعالج يعني أنه إذا توقف أول ما يتوقف يقولون أنا بدي أتعالج وكذا فالقاضي المشرف على الملف أكان هي بعامة أو قاضي تحقيق أو قاضي حكم ملزم أنه يوقف الملاحقة ويحاولها للجنة الإدمان هذا الشيء ما كان عم بتصير لحد ديما بالألفين وثلتعش تم اعتماد بعض الأسرة بمستشفى دار الباشي وتفعلت لجنة مكافحة الإدمان بقى في شوية من قبل القضاء لحديث مصادر قرار بالمفكرة نحن اشتغلنا كتير عليه من محكمة التمييز قالت أن القاضي ما عنده سلطة استنسبية يعني ما عنده ديسكريسيون أنه يقرر إذا بده أو ما بده يوقف الملاحقة وجرد ما أنه شخص يعرب عن رغبته أنه بده يخضع للعلاج مجبور أنه يوقف الملاحقة ويحاوله لجنة اللبنان وهيدا كان عن جد يعني بالتاريخ القضاء اللبناني فهيدا هو وضع المستهلكين باللبنان هلأ كتير اشتغلنا مع سكون كمفكرة ومع غير جمعيات الأسئي دي سي مع منارة الأخير لنطلع بأنون مخدرات جديد نلغي تجريم استهلاك المخدرات على اعتبار أنه هيدا الشيء بمنه بقى متوافق لا مع التطور العلمة أكذا العلم المحط أو العلم النفس أو إلى آخره لا مع التطور الإنون العالمي فبالتالي لازم يتم إلغاء تجريم استهلاك المخدرات وفي كذا حزب كمان يعني بيسفقوك زبط عفوا إيه لا ما بيفقوك إلغاء تجريم بطل جرم استهلاك المخدرات بحد ذاته بطل جرم بطل جرم فعل استهلاك المخدرات ما أنه جرم وهذا شيء ما أنه شيء خيالي نحن اخترعنا يعني بوردوني عن إجزامبل بالبرتوغال بالألفين ربحوا وقت الشيوعية الانتخابات الأخرية وصلوا مع سلسلة من سياسات اللي كانوا بدي يعتمدوها ضمن سياسة إلغاء تجريم كافة أنواع استهلاك كافة أنواع المخدرات وقامت تديني عليهم كلهم الكوكايين كلهم كل شيء وقامت وقت تديني عليهم أنه هلأ كل الأوروبية حيصيروا أنه استهلاك حشيشة الكاف معقول يكون زيد أول فترة بس بعدين أولا تستابلائز تانيا مشكلتهم الأساسية بالبرتوغال كانت الإيرويين مش الحشيشة صاروا يحطوا إبر نظيفة بفندر كلمان لعالم تقدر تستخدم إبر نظيفة وما يطلع على أمراض مثل السيدة وإلى آخر تخفيف المخاطر تخفيف المخاطر هارم ريدوكشن يعني أنا هدفي فكير بالبقر جود أنه أنا بفضل أنا أعطيك تعمل اللي بدك بس أنا أخفف من مخاطر أنك تقدر يكون فيه مش بس موت في قصة كمانا هبتايتس في مليون مرض فيه ينتقل فهلأ الكورونا فأنا بدي وفر لك الوسائل وبالمقابل بكون كمان عم وفر لك الدعم النفس والمعنى إذا أنت حابب أنك توقف فتبين معهم بعد عشر سنين أنه أفات الاستهلاك الإيرويين خف بنسبة تقريبا 50% مقابل لشو كان عليه من عشر سنين فهذه السياسة أثبتت عن نجاحها لأنه بطل شي ممنوع صرنا عم نعمل كنترول على الكاليتي صرنا كمان أنا بدل ما نهدر أموال الدولة أن تروح على ملاحقة أشخاص ما اقترفوا جرم ضد المجتمع يعني إذا بدي اعتبروا جرم عم بيكترفوا ضد نفسهم معقول أنا بدي عائب شخص لأنه بدي ينتحر مثلا لأنه فوتوا على الحبس فأعم لأنه لأنه فتبين أنه نجاح السياسة وبالتالي تبين أنه الغاء تجريم استهلاك المخدرات لكذا اعتبار اعتبار عملي اعتبار علمي اعتبار فلسفة ما أنه منطق أنه نجريم استهلاك المخدرات عندي سؤال هلأ إذا واحد بنلقط أو ما بعرف شكوا عليه وجبه على المخفر كيف لازم يتصرف شو لازم يعمل شو هن الخطوات الأساسية لازم يتتاخد حسب أي مخفر حسب أي مخفر هلأ هوفلي بيروح على مخفر أولا مهم كتير يعرف أنه بحقله يستعين بمحامة دوري هذا أول شغلة وتعدل تلمد 47 من أصول محاكمة الجزائية مؤخرا لا تسهيل دخول المحامين إلى المخافر فبالتالي بحقله يرفض للخضو على أي تحقيق من دون وجود محامة بحقله كمان أنه يتصل بأحد أفراد عائلته أو خاصة مكذبين فيه يطبوا عليه لازم بالبيت ولا لازم أعطى هذا تليفون هذا تليفون الشهير لا فيه شروط معينة لا يقدروا يقتحموا بيت لا ندخل فيها لأنه فيه كثير تكنية جوريديك بس أنه فيه شروط معينة ينونية موجودة مهم استدوع على المخفر مثلا فرضا استدوع على المخفر إجمالا اللي بيصير أنه بيجبرو أنه يخضع لفحص بول بغض النظر أنه الشخص فيه يرفض لفحص بول لأن هذا شيء بخصه هو خصوصيته يجوز إذا رفض يتعرض لبعض التنمر فإنه بالتالي اللي بيصير أنه بيخضع لفحص بول بيبين أنه يجيب لكذا وكذا وكذا من نوع المخدرات ويتم التحييق معه وملحقته على هذا المادة 127 من المخدرات هذا إذا كان بس استهلاك ليس إذا كان تجارة تجارة غير مواد وتجارة غير تجارة فالفكرة هي أنه يستعين بمحامة يتصل بأحد أفراد عائلته يتصل بالالتزام بالصمت يتصل لما يجيب على أسئلة ضمن الحقوق 47 من وصول محكمة الجزائية ولكن فضلا عن ذلك بحقله يستعين بمبدأ العلاج كبديل عن الملاحقة والعيقاب يعني بمعنى آخر حتى إذا كان بمرحلة التحقيق بحقله يقول أنا بدي أخضع للعلاج فبالتالي القادة المشرف على الملف لأن التحقيق بتكون فيه القوة الأمنية الشرطة ولكن ما بتكون فيه هيك من الحالة مثل ما جربوا يعملوا المامو ولا طلع من لي وقع أسمان لا ممنوع أو ما حدا غير ما يكونوا أخذوا الإشارة من نياب العامة النايب العام له قادة هو بيقله شو يعمل يبشر بالملاحقة ولا يوقف أو ما يوقف شخص وبالتالي بس فيه هن يقولوله أو حدا يقوله أنه يلهم دي المحضر بيستفسروا منه هذا سارت للأسف سارت وفيه تقرير دولية تلعي بهذا المحال أنه أشخاص كتير ما قريوا المحضر تابعون كانوا خضعين لضغط معين مضوا على المحضر من دون ما يقروا لا بحقلك تقرى المحضر ونحن عملنا جلسات مع كتير أشخاص هي جلسات تمكينية اسمع عارف حقوقك وهو الأشخاص وقته صاروا يعرفوا شو هي حقوقهم بقلب المخفر وقته توقفوا في عندي أنا شخص بالتحديد يعني مش يعني مين ما كان في عملها معقولية كلا خبطة إذا ما عملها وهذا في تقرير عن الموضوع مش أنه أنا عم اختره ولكن التمكين يعني الامباورمنت من خلال معرفة الحقوق وهذا كل الريزوندات المفاكرة كتير أساسة لمقاومة بعض التصرفات اللي بتصير اللي هي تكون مخالفة للإنوان وضمن المنهجية القمعية للدولة يعني هيدا منسميها اوبريسيون اللي هي جاية من خلال القوانين من خلال المؤسسات مش الابريسيون اللي شفناها بثورة 17 شاشين وبترابلوس هلا بنوصل لإنون تشريع زراعة القنب من بعد جهة جهيد لنطالب نحنا بإلغاء تشريع من المخدرات ما صار كل هيدا الشي بقى الإنون اللي نحنا اقترحناه بالأدراج تبع مجلس النواب طلع عادي عم يغبر جسما مثل الإنون استلي القضاء ولكن فجأة بيطلع بفكرة أنه تشريع زراعة القنب وأنه حيشيل الزير من البير وينهض الاقتصاد اللبناني لأنه حنصير نصدر لبره العالم كله بلاش تعمل شارع بعدين العاسبيب طبية أصلا والعالم فهمته غلط لهيدا الإنون لأنه فهمو أنه شرعوا استقرام المشكلة فيه أنه أولا هيدا الإنون اللي صدر ما عطى ولا أي إشارة لوضعية المستهلك بمعنى آخر صدر الإنون ولكن بعض المستهلك معاقب فساة الزراعة مش معاقبة ولكن استهلاك المخدرات بقلب لبنان بعضه معاقب ما غير الإنون المخدرات لا يفعل من فلوظافي ومعاقب نحن بنتيجة حقوقيين ومدارسين كيف نكتب الإنون الشخص اللي بدو يكتب إنون بدو يكتب بشكل متكامل هوليستيك يعني ما بدو إكتب إنون بشكل معزول عن الإطار عن الكنتكست تبعه في كذا عنصر فلسفة عنصر سوتيولوجي عنصر للآخرية لقوينين المعمولة سرمزور لأنه بدنا نرضى ممول أو بدنا شو عرفني أنا في عنا سفقة معقول تجي فبدنا نطلع لقوينين مكتوبة لتفشل فتشريع زراعة القنب غير إنه أولا ما عطى أي إشارة لوضعية المستحرك فبالتالي إستلاك المخدرات بعده معاقبة عليه بالإنون اللبناني بنيويا خلق منظومة ما رح تكون ناش حاليش لأنه أولا ألزم إنه الأشخاص اللي بدون ياخدوا رخصة لا يقدروا يزرعوا إنه يكون عندهم سجل عدل نظيف Are you kidding me بتعرفوا الهيسوري تبعكم يعني كل المزرعين في عنا أكتر من 30 ألف مذاكر التوقيف للهرمل والبقع وكذا كل المزرعين اللي هن شغلتهم وعملتهم اختصاصهم إنه يزرعوا الحشيش أو يزرعوا القنب ما حيقدروا يعملوا هيدا الشي هو تهميش عمليا للمزرعين لأنه البيئة يعني لأنه البيئة عملت كله هؤل الأشخاص اللي بيزرعوا الحشيش بش مجمع بس السجل العدلي طبعا منه نضيف منه نضيف مستحيل يطلبوا هذا الشي وانا هون بهم كتير ميز بين مزارع وتاجر يعني المزارع هو عمليا ما أنه التاجر الكبير هو صاحب عصابة وعم وزع مزارع ومعطر مثل غيره فعم بيبيع الهقق هنا بقوله هقق التقريبا مثل العطان الهقق عم ببيعه بسعر كتير مكسور للتاجر اللي عم بيرجع ببيعه بسعر خيالي فهون ما أنصفنا المزارع وإجمالا هو اللي بيكون فيه مذاكرة التوقيف عليه وهو اللي بيتوقف عمليا لأنه التاجر الكبير لصاحب عصابة ما أنه تقرب عليه إجزاكتما مع حدا حيقرب صوبه أو أنه إذا قربوا صوبه بتكون قلبة موازين القوى بين المافيا اللي بتشتغل فوق وهن قلبوا على بعض ويروح مقتول يعني إجمالا مثل ما صار مع كذا شخص ففردوا أن يكون فيه سجل عدلم دي فعمليا كل المزارعين اللي في علامة ومذاكرة التوقيف أو أحكام غيابية أو كذا ما حيقدروا أبدا يزرعوا القناب عطوا أنشأوا هيئة هي مشرفة على زراعة القناب في لبنان تمويل الهيئة بيجي من الترخيص اللي بتعطيها هيدا الديفنيسيون تبع تضارب المصارح يعني أنا كهيئة إذا تمويل هو من الترخيص اللي بتعطيها صار عندي مصلحة أن أعطي ترخيص لا أقدر مويل نفسي وغير أنه هذا شيء مخالف للدستور لأنه بالدستور اللبناني الميزينية الدولة في الأونيتي تبع ميزينية الدولة يعني ما فينا أنا أخلق أداة تمويل لهيئة رسمية بشكل منعزل عن ميزينية الدولة لا لازم تكون هي مولة من ميزينية الدولة أو الوقت أنا أجي أفتح لها مجال أنه هي تتمول من الترخيص اللي بتعطيهم من الهيبات والدونايشنز اللي بتحصل عليهم يعني أنا عم بشارعين فشي طبيعي أنا ما يكون عندي سقة بهذه الهيئة بنزاهة بهذه الهيئة بحياديتها بالنسبة لكيفية تعطي الترخيص غير أنه كمان النطاق الجغراف اللي هوين فينا نزرع ما أنه محدد بالقنون بيطلع بقرار إدارة يعني هنا عم نفتح مجال كتير كبير للإستنسبية أنه أنا شخص بدي أرديه بهذه المقاطعة على أنه ضمن السياسة الزبئينية طبعا لازم أعطيه رخصة لا يقدر يزرع مع أنه بركة الأرض أبداً ما نصارحة للزراعة هل هن الأراضي صارحين للزراعة؟ هون ها النقطة التالية هل نحن 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 بش معقول هيدا النقطة التالية أبداً هيدا النقطة التالية اللي بدي أوصل لها هيدا من خلال حلقة أنا عملتها بالبودكاست اللي أنوني مع المهندس رياض سعاد اللي هو مهندس زراع كثير معروف باللبنان وبعتقد أبداً مش عطينه أهميته حالا منحط اللي كمات بالدسكوبشن بحاجة كثير لأنه عن جد نستفيد من مهاراته لهذا الإنسان هو لقلي هذا شيء قال لي أنه طلعوا بهذا مشروع بالإنون تبع زراعة القناب للدوايا الصحية باللبنان للأهداف الصحية يتعالجوا لعنا لا لا استخدامه لمواد متع القبر كيب محاربة السرطان قبل الأخير ولكن ما معنى خبره أنه التربة وطبيعة الأرض الموجودة به الأراضي اللي تصلح لزراعة القناب في لبنان منا صارحة لزراعة هيدا النوع من القناب القناب اللي بينزرع باللبنان مناق القناب يتم استخدامه لدوايا الصحية للكيف يعني للإستهلاك ولكن مش لدوايا الصحية للاستهلاك للوحض للتقدر 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 وهي أيضا محتوى للأهداف لأهداف خاصة هلا باللبنان خاصة هلا باللبنان معنى طيفة I don't want people to get high I want people to remain sober لأنه بدي أنه يحارب وحيدا ماشيختيين يمزلوا مخفينا نقول لهم لا أبضلكم بالبيت دخل حشيش شو بكمد ولكن ما صار في دراسة لطبيعة التربة لطبيعة الأرض لهل شي هي صالحة ولا لا لهيدا النوع من القناب فهيدا الشي بتدلي لأي درجة هيدا لأنون أفاتلي هل أدي عواله على أنه ينقذ الاقتصاد اللبناني شو كان مبسوط فينا بيهبر نعم أنا كنت بفضل مئة مرة أنه نلغي تجريم استهلاك المخدرات نعرف نخصص أموال الدولة بدل ما نخصصها لملاحقة أشخاص ما عملوا شي ليأزوا المجتمع شخص حر بينه بين جسمه ونخصص هيدا الأموال لمثلا إنشاء مراكز مركز علاج يعني يعني أنا بدل ما وقف شخص استهلك شو عرفني حشيشة أو بفتح مركز علاج للشخص المضمن على الإيروين مثلا بفتح له مجال أنه يقدر يتعالج مجانا على حساب الدولة بدون ما أني عقب إذا عم بيتعطى إيروين حر يتعطى إيروين جسمه يعني بعد مرة بيبرهن قديش هم فشلين مجالمين وفشلي مجالمين نرجع وبنرجع فشل منيبوليشن أنا تلكم قبل أنه أحد المشاكل السياسية مانا بس الفساد بهذا البلد في إنعدام المهارة إنعدام المهنية بهذا البلد بالسلطة الإنكمبتنس الإنكمبتنس خطرة بخطورة الفساد It's not just corrupt people we're dealing with we're dealing with incompetent people ما بيعرفوا يفكروا holistically بكيف بكيف بدي أنا إنقذ الاقتصاد البلد بفكروا بطريقة يعني أجلنا عم نحكي عن تطبيع مفرط مع نظام فاشل أثبت فشله على عقود It's time to move on It's time to think of alternatives عن جد كنت عم تحكي إنه شخص فيه يرفض فحص البول لأنه خصه بجسمه مظبوط رح ننتقل عغير موضوع مهم كمان وكما نحكي فيه اليوم نعرف إنه كل الناس اللي يعتبر من الدولة إنهم هماشين فيه كمع عليهم مظبوط وبيوقفوا الجيز والجي بي تي كيو كميونيتي بلبنين عأسباب نحن ما بتفهم لأنه فعليا هذا خص جسمهم مظبوط يعني اليوم ما عم بيدروا حدا ما عم بيعملوا جريمة شو عم بيصير شو أكيد يعني 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 ما حدا خصه أولي 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 خليفة عن القمع المستجد لتالع من الكورونا فيه كمان القمع الممنهج حكينا عن المخدرات المخدرات ما أنا باعت لي أنا سمعت أنه إذا بتغير حركة بالكلمة ما بيتغير المعنى هذه هي المعلمة تبايدنا لقاح 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 لا حسب شو الكلمة لا في شو هيدا الجملة الشهيرة اللي تلايت هديك المرة على انستجرام إنه من 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 مناني نسيت بس لعن بالحرف التحريك بالعربي كتير أساسي أنا فيها تقول لقاح فهي مخدر لأنه بيخدر صح مخدر مش مخدرات ديكو هيدا أصول من مقمع جسما اللي هو نكنيتش كمان عن التشريعات وكذا قضية المثليين والعابيرين جنسيا أساسية جدا بكرة هالكلمة مع المثليين بس هذا التعبير أصح بالعربي نعم الاجبتكو أصلا نصر فيه تعبير مختلفة جدا بس أنه بس أنه بس أنه بس أنه إنه في كمان المجتمع الميم اللي هو بيجمع مختلف أنواع للتوجهات والحواليات الجندرية وجنسية ولكن بس أنه أستعمل تعبير مثليين وعابيرين جنسيا تميز بين أنه الاجبتكو لا الاجبتكو كما يصر فيه الاجبتكو أو الاجبتكو أو الاجبتكو حسنا هون عم نحكى عن قمع ممنهج ليش لأنه ناتيج عن مادة إنونية اللي هي المادة 534 من إنون العوبات اللي نصاغد بالفرنسي أساسا وهلأ أرجع له اللي بتقول بالعربي عمليا أنه معاقبة الجمع على خلاف الطبيعة بالفرنسيوي اللي هي الفرسيون أوريجينال لأنه نصاغد إيام الانتداء بالفرنسي اللي هي تتكون شغنال كونتخل دردو لناتير حال لحدا بيقرأ هيدا المادة حال لحدا جوريست بيقرأ هيدا المادة وخصوصا عم نحكى عن مادة جزائية بيعرف أنه وقتا يكون في إبهام يعني وقتا تكون المادة مبهمة بالإنون الجزائي ما يعني مبهمة فاق لازم فاق 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 يعني ميني أنا مينك أنت مينيك أنت لنجل ما هذا الشي خرجاته مع أنه في مثلي بالطبيعة في مثلي من لا كونسط فيلوزوفيك يعني تكون شي اسمه إنسان تقول one of the judges اللي طلعوا لأحكام هذا حي أحكي عنه قال بقلب الحكم أنه ما فينا حتى أقول أنه جريمة القتل هي مخالفة للطبيعة النسيون طبعا مخالفة للطبيعة هي نسيون فلسفية ما بعتقدت حدا نقدر حسمها من أولو في السنين لها مخالفة الطبع النسيون فقط تنحط بقلب مادة النسيون في كمان برنسيب جنرال بالنسيون الجزائي أنه وقتا يكون المادة النسيون مبهامة يجب أن يتم تفسيرها لصالح المتهم يعني الفوكر سوى انتربرت ريستركتيف دون الانتغير والانكلب فبالتالي للأسف هذه المادة تم استخدامها تاريخيا لملاحقة معاقبة الأشخاص المثليين في لبنان على اعتبار أنه العلاقات المثلية هي مخالفة للطبيعة ساشان ك نروح أبعد من هيك المادة شو بتقول الجماعة على خلاف الطبيعة دونك لازم يكون صار فيه جماعة اور بكتير محاكم بكتير قرارات قضائية شفناها وعملنا دراسة عنها مع جماية حلم من كم سنة لقينا أنه في محاكم كانت عمتعائب على الهوية الجنسية عفوا يعني إذا حدا قال أنه مثل الجنسية كانوا عم بعقبوها الأساس من دون ما يكون في فعل جماعة فحتى كانوا عم بخالفوا الانون دون la vision la plus conservatrice لهيد المادة c'est un truc qui est complètement فو ف مالا ما ترجو جنون يعني يعني ترجو 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 محاكم محاكم فعمليا هيدا اللي صار علما أنه كل هيدا الحكة اللي تم أنه المثلية والعلاقات المثلية وكذا هي أنه إجتنا من الغرب و جاية من الغرب وما عرف شو وشو مظبوط لأنه تجريم المثلية صار إيام الانتداء بالفرنسيا فالفرنسويين هن لقدوا لتجريم المثلية باللبنان ما كانت مجرمة قبل هيك فهيدا هيدا عمليا ناتج عن الاستعمار اللبناني وهيدا شيء لازم كتير نحكي عنه بالنتيجة تجريم المثلية فلفترة كتير طويلة تم ملاحقة معاقبة المثليين على هيدا الأساس أبعد من ذلك تم ملاحقة بشكل أساسي العابرين جنسيا تم ملاحقة العابرين جنسيا سالشان كالإنون اللبناني والإجتهاد اللبناني بيعترف بالعبور الجنسي من عقود في اجتهاد مستقر بالمحاكم اللبنانية على اعتبار أن الشخص فيه يقدر يغير هويته الجندرية إذا كان في بعض الشروط القانونية متوفرة أنه الشخص ما بيعتبر حاله من هذا الجندر إذا واحد تتعرف مرة أو رجال فيه غير هويته هذا بالبنان من التسعينيات دائر بس اجتهاد من التسعينيات أنا لم تكن تتعرف بهذا الشيء لا إنه غير لكن لماذا هؤلاء الأشخاص يتوقفون أكثر من غير هم لأن المحاكم ترجع يتبرق على أنه هذا مخالف للإنون لكن سياسي التنمر لأنه بالمظهر أكثر شي من نمط هو الأشخاص العابرين جنسيا لأنه نمطيا في بعض الأشخاص بيكونوا بعد من مخالف أو لأن هن أكثر بيزعروا بين مزدوجين السلطة فمن هكذا يتم توقيف علما أن العبور الجندر بحد ذاته من معاقب عليه بالإنون اللبنان تنرجع على المثلية لأن هن أجمالا بينخلطوا وبتم ملحقتهم على أساس نفس المادة فهذه المادة كانت تستخدم تاريخيا لملاحقة معاقبة المثلين باللبنان لحد ديت ما بال2009 طلع حكم قضاء فريد من نوعه كان الأول من نوعه من قاضي المنفرد الجزائي بالبنان بالأول من نوعه بالاشتهاد اللبناني اعتبر فيه أنه المثلية الجنسية ملنى مخالفة للطبيعة وبالتالي أنا ما فيه يطبق المادة 534 على علاقة مثلية صدر من بعضه صدر فيه نوع من إفا دومينو من بعضه صدر حكمان أساسيين جدا من قاضي المنفرد الجزائي بالجديدة هنا قضيان مختلفين في القاضي الدحداح والقاضي الانطار لأنه صدروا حكمان الملفت بأحد الأحكام أنه كان أحد الأشخاص اللي تم ملحقتهم هي عابرة الحكم القاضي عم بستخدم المذكر بعدين بقول أنه هي عابرة جنسية وبينقول على المؤنس بقلب الحكم كان ركناس للجندر كتير ملفتة بهذا القرار وثنين اتنا راحوا بنفس الاتجاه أنه المثلية جنسية منا مخالفة للطبيعة ومنا أنا كقاضي ما فيه يقول أنه هذا شي مخالف للطبيعة وبالتالي ما فيه نعائب المثلين على هذا الأساس وصال جوريسپردنس من بعد ما هي الأحكم هنه بشكل un type جوريسپردنس من سمي جوريسپردنس هوريزونتال جوريسپردنس جوريسپردنس هي عمليا الأسبائيات القضائية اللي بتطلع اللي هي بتطور انون بتشريع معين ما بدي قارن مع أمريكا لأن أمريكا شوي مختلف بس it's more or less مثل precedence في أمريكا اللي هنه بشكل بالنظام الليبناني اللي هو نظام شبيه بالنظام الجرمن وجرماني اللي هنه وزن معين بس مش هنه اللي بيخلقوا الانون بس انه هنه وسيلة لتطور الانون فجستما هولي الاجتهادات اللي هنه هوريزونتال لأن كل نوع بيطلعوا من نفس المحكم من نفس المستوى وهي وضات منفردين جزائيين بشكل بشكل تيب تخلق نوع من تطور اجتهاد بالانون الليبناني اللي هو بالحال الرهنة هي أنه المثلية منا مخالفة للطبيعة وبالتالي ما بتشكل حسب الاجتهاد مش حسب الانون بعد في أشخاص عم بيتلاحقوا على هذا لأنه المادة 534 بعد ما تطبق هلأ هلأ الفكرة هي أنه في شغلتين لازم نسكرون قبل ما ننتقل على الحكم الرابعة أنا كتير بحبه أول فكرة هي أنه في أشخاص بالألفين واثناث توقفوا لأنه كانوا بيلعبوا ورق حد بيت أحد السياسيين الكبار فأعتبرون فخافوا أنه يكونوا عم بخطوا طلعبين أو إرهيبيين إلى آخر فوقفوهم أطعوهم بكل الطوابق طبع المخفر عملوهم في حسبور شون الطوابق المخفر بس كرمنا يعني أداب ودعارة ومخدرات فأنه التعاون بكل شي لا يلغطوا شي علينا أحباش أطروا هو لا أحباش هو في مبنى فيه مخفرين في مخفر طبع المكاتب المتخصصة اللي هي مكتب المخدرات مكتب مكافح الدعارة الأدب العامي وفي مفرز راس بيروت اللي هو مختلف لأنه لما بنسمع توقف وصراها مخفر راح بيش بيش في رعب فهولي أشخاص خدعوا لشي اسمه الفحص الشرجي بسه مو فحص البيضة وفات البيضة مش موجودة كنا فيها مع صندقين عطالب كيف هو الفحص بزرعة كيف عمليا بيكشفوا على شرج الشخص لا يتأكدوا إذا هو مارس جنس من خلال الشرج عمليا يعني العلميا ما أنه أبدا دقيق هيدا شو بيخدوا بيضة بيحطوها بيتيج لا هي هون فكرة هيدا فكرة فكرة فحص البيضة اجيت لأسباب تاريخية مش موجودة يعني عمليا الطباء الشرعيين اللي كانوا يعملوا هيدا الفحص ما كانوا يجيبوا بيضة هي جاية لأنه من كتاب نكتب بالقرن بأواخر قايل فيه كيف بيعملوا الفحوصات مش فوق بيعملوا كتاب عن طب الشرعي ضمنه في الفحوصات الشرجية قايل فيه جملة أنه في حال ما كان عندكم الأدوات اللي تقدروا تعملوا فيه فحص شرجة يمكن تعملوا بيضة الجيجة فمن هون اجي تفكري فحص البيضة بس عمليا مش أنوا بيجيبوا بيضة يعني يعني لا يحدث في الطبيب شرعي بيجي بيكشوف على الشرج لا يشوف إذا صار فيه ممارسة جنس من خلال الشرج تتخيل تتخيل أنه انت بيجي حكيم وبيعمل لك فحص يعني عم نحكي عن ظروف الزمن يكون خريين تحته لا لا عم نحكي عن ظروف بيصير فيها الفحص الباب مفتوح مين ما كان يدي ريفوت على الغرفة بيصير بقلب المغفر يعني فيه انتهاك هائل للخصوصية للكرام لكرامة الإنسان سالشان ك أنه هيدا الفحص علميا ما أنه دقيق يعني ما بيدل على شي الفحص بيدل بس إذا شخص تم اختصابه ولا لا يعني يستخدم هيدا الفحص لنقدر نحمي ضحية اختصاب بس لنقدر نكشوف عن هويات جنسية سي ريديكول عن جد شي تافي على الآخر يعني لأنه عمليا إذا بدنا ندخل بالتفاصيل كيف بدنا نحدد مين تم مين الفاعل أو مين المفعول به يعني عمليا عمنا عائب المفعول به من دون من عائب الفعل وفا براف في حتى حكم أنا أيام اللي كانت فيها بالجامعة قلت عم بعمل رشاشة عادي الموضوع يتحكم من محكم التمييز داير عائب شخص أشخاص مش مثلين هيترو ساكشوال كبل لأنه كانوا عم بيعملوا صدومي عمليا وعتبرع أنه هيدا مخالفة للطبيعة كأنه السبب الوحيد لحدا يعمل الجنس بلبنان هو لإنجاب الولاد بس ها هي بس ما فينا نمارس السكس كرميت في تاني مدعا بس إحدى الحجاج اللي نحنا استخدمناها بالمحاكم هي أنه ليش نحنا فينا نضحط هيدا فكرة أنه السبب الوحيد للواحد بيعمل جنس هو للإنجاب لأنه المشرع اللبناني كمان على الطرف بوسائل منع الحمل فإذا المشرع اللبناني على الطرف بوسائل منع الحمل وصارت مشرع وفينا نشتريها بالصيدليات فبالتالي المشرع اللبناني كمان على طرف أنه العالم تعمل جنس لللزة مش بس لأنه بدون يجيب أولاد فبالتالي ما فينا نجي نقول أنه لا وخالف للطبيعة لأنه ما عم بتجيب أولاد سبب فري وقال له ساعة منعه وغسائل منع الحمل لا يوجد منع الحمل لا يوجد منع الحمل 2012 بيتو لا نطالب بإلغاء هيد الفحوصات الشرجية اللي هي بتنتهك حرمة الإنسان وخصوصيته وكرامته وبتشكل أداة تعذيب بالمعنى القنوني للكلمة وعلى هيدا الأساس عمليا تم إلغاء الفحوصات الشرجية بالـ 2012 صار في كذا خروقات من وقت يعني في أشخاص أيضا عملوا فحوصات شرجية وتموا لحقتهم من نقابة الأطباء باللبنان لأنه قدمنا نحن شكوة ضد هيدا الطبيب الشرعي هديدهم بالقيام بفحص شرجية ليقدروا يستخرجوا منهم اعتراف أنه هن مثليين فأنه سونيباتو تالموفري أنه نلغت كليا لا بعضه عم تبقى استخدامها من وقت للتاني ولكن هي حتما مخالفة لكل المعايير الإنونية لكل المبادئ الإنونية للدستور لمعاهدة مكافحة التعذيب لكل هيدا الشيء هيدا أول نقطة تاني نقطة من بعد ما صدر الحكم بالـ 2016 من القاضي هشام الأنطار من أرواع الوضعات اللي طلعوا بالقضاء اللبناني تحية لقلو صار في ردة فعل من قبل المنظومة اللبنانية تم التعبير عنها على مستويين المستوى الأول هو مؤتمر تنظم من المركز الكاتوليك للإعلام اللي دعا فيه أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى والما سابقا لحكي فيه حكي من نوع أنه الله خلق آدم وحوة وهذا الأساس الإنسان مش آدم وحنة مش آدم وحنة والإنسان أنه بيعمل جنس لا ينجوب وبالتالي القاضي وهذا كانت أهمها شغلة آلة القاضي ووظيفته أنه يطبق الإنون مش أنه يفكر بالإنون هذا شيء حكينا فيه من شوية فبنفس السنة دوميل ساز بنفس السنة طلع قرار حفق 16 من محكمة الجينيات ببيروت الحالة كانت فريدة بالنوع شخص تم قتله لسرقته أو شيء من هالنوع بدون ما أدخل التفاصيل استدعوا كل رفقاته اللي كانوا مع الشيين معه قبل بليلة بدون التحقيق اعترفوا رفقاته أنه هن مثليين أنه هو كمان كان مثل الشخص المقتول أنه هيك كانوا بيعرفوه إلى آخره فتم فتح تحقيق موازل لإيران بارلال بنفس الملف للمثلية وتحولت قضية المثلية على أساس الـ 534 مع الأشخاص المتهمين بقتل ترفيقهم قدام محكمة الجينيات تخيلوا الأبسوردية تبع هذه السيتيواتي الأشخاص ولا واحد بيناتهم اعترف أنه عمل جميع بس في واحد بيناتهم ديور استخدم حقه بالصمت قال أنه هذا شيء بخص حياتي الخاصة وما بيحمل لكم أنه كأوضات محكمة الجينيات يعني في عنا قادي رئيس قاديين مستشارين كانت رئيسة وقتها ومستشارين نايب عام الأوضات المتدرجين الكاتب تبع المحكمة الموجودين بالمحكمة كل هؤلاء اللي عم تسألوه مع مين عم بيمارس جنس يعني فيها الأد انتهاك للخصوصية وقتها قال لهم الزلماء أنا هيدا بيستخدم حقه بالصمت لأنه هذا شيء بمس بخصوصيته فما حجاوب فواحد منهم ما جاوب البقوي اعترفوا أنه هنه مثليين بس ما اعترفوا أنه قايموا بأعمال جميع ولكن بالرغم من ذلك طلعت المحكمة قرار على اعتبار أنه القادة ما فيه يفسر القانون ولازم يطبق القانون والقانون اللبناني بعده بعقب المثلية من دون ما دبرر ليش القانون اللبناني بعده بعقب المثلية وحاكمة كل هؤلاء الأشخاص ضمنهم للشخص اللي التزم بالصمت وضمنهم للأشخاص اللي بس اعترفوا أنه هنه مثليين من دون ما يعترفوا أنه قاموا بأي فعل على أساس المدية 50 أول 30 فكانت رديد فعل لأنه محكمة الجينات محكمة عليا يعني محكمة يارشيكمان هرميا أعلى من أضاط المنفردين الجزائيين وعندها وطأ أحكامها عندها وطأ عسائر الأضاط فعمليا فينا نعتبروا أنه هيدا رديت فعل النظام على الأحكام القضائية اللي صدرت أبل كرمالي فرجوهن أنا ما فيهن بقى ولكن مصلنا بنوصل لـ 2018 في عنا حكم قضائي كمان محكمة جيني وهذه المنفرد الجزائي بجديدة قضي ثالث يعني هي محكمة جزائية فيها كذا أضاط عنها قضي الدحداح ناجد الدحداح قضي هشام الأمطار الثالث كان ربيع معلوف إجا ملف قدام وكمان أشخاص متهمين على أساس المادة 534 الفرق بينه بين بقية الأحكام أنه بدل ما يقول أنه الـ 534 أنه المثلية منا مخالفة للطبيعة فبالتالي أنا ما فيني عائب أشخاص على أساس المادة 534 راح أبعد من ذلك وهون كل لزة الحلقة اللي عم نعملها هلأ اللي هي أنه حكي عن المادة 183 اللي هي ممارسة حق طبيعي حكيت من شوية أنا عن حق الطبيعي كيف هو حق إصلاحي منقذ للحق للإنون الوضعي المادة 183 من إنون العقوبات اللي بتقول أنه لا يعتبر جرم الفعل المقترف بممارسة لحق طبيعي جو بارافراز إجان لأن إنون مش بوجة بمعنى آخر إذا أنت عم تعمل شي يعتبر حق ممارسة برو الجرم فهيدا القاضي راح أبعد من البقوة على اعتبار أنه المثلية جنسية هي ممارسة لحق طبيعي لأنه مرتبط بحق لصيق بالإنسان وبالتالي على هيدا الأساس أنا بضحط الاتهام اتهامهم بالمادة 1534 مش أنه قال أن المثلية منا مخالفة للطبيعي لا قال أن المثلية هي ممارسة لحق طبيعي ونحن ما فينا الدخل لزة هيدا القرار اللي هو فينا نرطه القرارات البقوة اللي كنت طلعت كمان دا يوربا 2018 من القضية لعبير صفا اللي هي اعتبرت أنه عمال الشغب اللي صاره بال2015 ما أنه عمال شغب لأنه النية الجرمية ما كانت عبير صفا وحشي يعني فما بقى فزا فينا نستعمل هذا التغيير التعبير مع الأوضاء أنا أنا هي تفهم أهمية الأوضاء I want to highlight judges هني progressive judges يعني حكينا عن موني سليمان لهو كان قدر مرفيد الجزائي بالباترون اللي طلع الحكم تبعه 2009 حكينا عن عبير صفا حكينا عن ناجد دحداح عن هشام الأمطار حكينا عن ربيع معلوف وعن جاد معلوف ما حكينا عنه بس هو كمان الأوضاء في عدد هائل من الأوضاء نادية جدير في عدد هائل من الأوضاء التقدميين بلبنان اللي هني بيفهموا دورهم كأوضاء معاصرين داخلين دون مجتمع معين وهيدا الشي اللذي الثاني اللي قاله ربيع معلوف بحكم 2018 قال أنه أنا كقادة من معزول again جو بغافغاز من معزول عن البيئة الاجتماعية اللي أنا قاعد فيها أنا كقادة وظيفتي مش أني أحكم الأشخاص على أساس أراء الأكثرية على العكس أنا دوري الأساسي كقادة أني يكون حارس الحريات والحقوق الأساسية والمبادئ الأساسية بالبلد والدستور وإحمل أقلية من أراء الأكثرية فهون جسد كل دور القادة أنه أنا كقادة it's not to follow up the majority it's not about democracy بتصير mob mentality بتصير mob mentality بتصير dictatorship of the majority لا أنا دوري أني أحمل أقليات هيدا مفهوم دولة الإنون دولة الإنون هي أن تحمل أشخاص المهمشين أنه الإنون يلعب دور لحماية الأشخاص المهمشين الأقليات من أراء الأكثرية هيدا هو الدور هلأ قرار القادة تنتور القصة أنت سلطع أنا أترجم تنتور أكثر القصة قرار القادة معلوف تم الطعن فيه من قبل نيابة العامة وراح على محكمة الاستقناف طبعا جديدة وكانت أول مرة محكمة استقناف بلبنان بتطلع قرار بتعتبر فيه أنه المثلية منع جرم على عدة اعتبارات ضمنه أنه انتهاج كمان للخصوصية ضمنه أنه ما عم بتم ممارسته مع شخص قاسر اللي هو بشكل جرم ما عم بتم ممارسته بما كان عام اللي هو كمان جرم أنه ممارسة جنس بما كان عام وبالتالي ما فيه القضاء يقحم نفسه بحيوات الأشخاص الخاصة وما فيني أعتبر أنا مثلي جرم وكانت أول مرة بيستور هيك حباب من سنتين ونص دوني ديزويت ديزويت ربيع معلوف دوني ديزويت استقناف برئاسة الرئيسة الكفورة بعد عنا مشوار طويل كتير بس عم نبلش بس عم نبلش لأنه القادة بالنتيجة عنصر من العناصر تبع هذا المجتمع عيش بهذا المجتمع منه معزول بساتور ديفوار منه معزول بأصر العاش تبعه لا هو عنصر من عناصر المجتمع طبيعي أنه يكون عنده دور اجتماعي هيدا دور القادة المعاصر هيدا الديمقراطية المعاصرة لأننا نفكر فيها وير القادة هو أحد العناصر المكونة الأساسية تبعه وهنا كمان فينا نرجع نربط بالحكينا عن قادة الصوان والمحكمة القرارة لطلب حكم التمييز اللي اعتبرت أنه لا هو لأنه بيتضرر لأنه جرب يتخطى الحصنات فبالتالي الرسالة طبعا محكمة التمييز أنه عم تلغي الدور الاجتماعي طبعا القادة أنا اليوم القادة هو حصان لا أقدر أقلو بهذا النظام لا أقدر أطلع بدولة هو حصان القادة هو حليفة منه عدو طبعي فبالتالي أنا من هيك المطلب الأساسي هو تأمين استقليلية القضاء ومن هيك هو أخطر شي على السلطة في بعد آخر موضوع أنا نحكي فيه اللي هو بعد الموضوع كله أنا عم تحكي فيه هو التحرش الجنسي عم نشوف ردة فعل من المجتمع اللبناني مع أكاونت مثل في لبانون وين عم بيعملوا الانبستيجيشن طبعولون ونعرف كيف بس عم بحطوا صور هول الأشخاص لي صار فيه أدلة نوعا ما إنه عم بيتحركشوا ببنات أو كان عندهم سوابة إنه كان فيه تحرش جنسي واختصبوا وعملوا وعملوا أنا بفهم العالم اللي مستلمين هذا الأكاونت لأنه فعلا بعتد بالمجتمع اللبناني صعبة بنت أو شاب حتى كمان خاصة الشاب يجي يروح على المغفر يقول أنا اختصبوني أو صار فيه مشكلة معي مع شخص تاني لأنه أو عيب بيستحوا أو بيخافوا كمان في الكونسيبت إنه إذا البنت مثلا فيرجن ما بدا تبين إنه إن تزعت سمعتها والعالم تحكي فيها اللي هو الشي بيقرف بس للأسف هيدا الوضع الحالي بفهم بردت الفعل لأنه لأنه ما بيلو ما في شي أطليس فيه سيند هؤل اللي يقدروا يوصلوا لحق يعني اللي اللي بني صار حسين حالهم لازم يعملوا جستيس أمن بيأخدين حقهم نفعلنا أنه خاصة بحالة الكورونا يعني صار فيه كمان عنف كتير كتير مهم بين الأشخاص اللي مجاوزين بالبيوت لأنه كانوا مزروبين مع بعض وهاكي صار فيه حملة لزقنا استيكرات وهاكي بس هيدا الأنون بعد مرة في شي غلط مظبوط أوكي هو شو الأنون بالضبط تابلش again structurell نحنا 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 مشاربكي وانتو تقريبا بسك في كل مريعة اسمحولي صحيح بس شغلين التحرش مرتبط بشكل أساسي بروابط السلطة بمجتمع as an expert I can say this ما بيصير فيه تحرش إلا إذا فيه كمان استغلال للسلطة وهيدا السبب الأساسي ليش الناجيات الأساسيات للتحرش هنه نساء مش رجال يعني أصعب كتير لمره منما الرجال تروح على المغفر trust me about this وهيدا فينا ناخدها في عنا رجال في عنا مرة إذا ماشيين هلأ على الطريق لحالنا أنا ما خحس أنه بلوتو عند سئة كافية أنه قدير أمشي الحال على الطريق أنت لا وهيدا شي رجال إجمالا ما بيختبروه أبدا لأنه فيه استهداف بنية للنساء بالمجتمع بشكل عام وبلبنان بشكل خاص من وراء سلسلة من الأوانين الصدريت من وراء سلسلة من السقافة الصدريت على اعتبار أنه المرأة هي درجة دنيا من المواطنة هايزا اعتبرناها مواطنة من الأساس فبالتالي من هيك وأقول أنا أنه التحرش مرتبط بشكل أساسي بروابط السلطة هاي سأحكي أكتر شي عن أنون العمل لأنه هون أكتر شي بيتبلور التحرش من وراء روابط السلطة ولكن بالمجتمع في سبب ليش ضحايا أو ناجيات التحرش هنا بشكل أساسي نساء لأنه المجتمع بشكل أساسي بالعام هو ذكوري وبالخاص لبنانيا هو مجتمع ذكوري وفينا نعمل حلقة بكاملة على الأوانين المشحفة النساء في لبنان فبالتالي وقتا يكون هالأد بنيويا وقتا يكون هالأد بنيويا عم نهمش النساء بنيويا يعني بالأنون بالممارسة بكذا من هيك الزحايا الأساسية هن النساء طبع التحرش ولكن هارجع على الأنون التحرش وعلى المسألة لأنه هلا عم نحكي عن تحرش الجنسي وعنا بتقول إيه هدا عم بيحكي هدا رجال كيشوش اللو خصة بس أنه أنت لا لأنه من ما كان فيه كمان يقع ضحايا التحرش يعني التحرش بشكل أساسي الضحايا والنجيات طبعه هن النساء عم نحكي 90% تقريبا بس كمان فيه رجال يقعوا ضحايا التحرش أنا اللي عم بيحكي عنه لأنه أنا شاركت بالألفين واثناش مع بمبادرة من أنا ذاك كانت اسمها مغامرة مجموعة شو مغامرات سلوى اللي كانت تحت إطار برنامج تحت إطار المجموعة النسوية اللي طلبوا منا وقتا نعمل دراسة مقارنة عن التحرش بالعالم ونطلع بقانون تحرش للبقاء خاص باللبنان فتشاركنا وقتا نطلع بهذه السياقة أول شي عملنا بحث دام ست سبعة شهور مقارنة مع أكتر من ثلاثين تشريعات حول العالم عن كيف علاج ومسألة التحرش بالعالم كيف المشرع علاجة عملنا جلسات عصف زهنة وتفكير وتطوير لمشروع النون اللي نحنا كنا مقترحينه مع عدد من الأشخاص اللي هن أيضا أشخاص ضمن المجتمع النسوي أو بجمعيات خاصة بحق النسويات لا ما كانوا هن ضمنه ما بعرف أكتش ما بتذكر مع النقابيين أشخاص مختصين بأنون العمل مع قوضات مع محامين فجربنا نجمع مختلف يعني بروسيسيوس ملتي ديسيبلينار لنقدر نطلع بأكتر أنون متكامل بموضوع كتير حساس لهو أنون التحرش وضمنه فكرنا بشو هي المسائل الأساسية اللي بتعتري هيك مشاريع قوينين ضمنه وسائل الإثبات ضمنه شو المعاقب شو العيقاب الأنسب شو المعايير اللي لازم ناخدها شو الحاجيات اللي لازم نتنبه لها مثل أنه المحافظة على العمل إذا صار التحرش بقلب مكان العمل وبتبيت الحال لأنه التحرش مرتبط بشكل أساسي بروابط السلطة أكتر شي بصير التحرش بمكان العمل لأنه في وإجمعنا بيكون من مدير أو من صاحب عمل لأنه في شخص هو صاحب المال اكزاكت تمسك بالمال وبالتالي الضحية أو الناجية يستغل لأنه يستغل البيت وكارميلي يستغل بشكل أساسي نعم مثل الأساسي برجامات مثل 100% فهوني تجي كل مشاكل اللي حكيت عنه مدير اللي حكيت بكانون الأول أو كانون الأول كانون الأول ايه مضبوط كانون الأول 2020 فمشاكله متعدد الأطراف أولا أنه ما بيخد أبدا بعين الاعتبار روابط السلطة مت كأنه نحن ببلد سوبر متقدم السويد لعلاقات العمل فيه هي أكتر طبيعتها تعاونية كووبراتيف أكتر من ما هي علاقات هرامية أبدا ما أخذ بعين اعتبار هذا الشي فبمعنى آخر الإنون طبع التحرش صار كمين أذيت بيد المتحرش يعني إذا حدا تم اتهامه بالتحرش أجير اتهم صاحب عمل بالتحرر صار صاحب العمل قادر يتمسك بهذه وقول لا أنت تتحشرت فيه مش أنا تتحشرت تمزع ما أخذ هذا الشي بالاعتبار سأشانك نحن وقت عملنا دراسة وشفناها كل بلدين العالم عادة بلد أو اتنين اللي عندهم نوسيون دي ترابايم اختلفة عنها عندهم كونسبت للعمل مختلف تماما عن سائر بلدين اللي هي كونسبت تعاونة كووبراتيف ببلدين سيفليز أكيد أكيد لازم نعمل حلقة خاصة عن العمل لأن فينا أحكي الساعات عن العمل لأنه ضمن اختصاص فيها دروع بقانوني بودكاست ازا شي يس فما أخذوا عبنا مع اعتبار طبيعة العلاقات الهرمية باللبنان وبالتالي ما أخذوا بعنا اعتبار روابط السلطة بالعلاقات فمين ما كان صار في يرفع عمين ما كان دعوة تحرش وبالتالي صارت كمان أداة بين يد متحرش لا يقدر يعملها كاونتر كدعوة مضادة كاونتر على الشخص اللي برفع دعوة التحرش غير أنه ما ذكر بالمرة لأنون تحرش المعنوي وأنا كمحامة في نقلكون أنه أكثر أنواع مغال أكثر أنواع التحرش التنمر بقلب الشغل هي تحرش معنوي أكثر من تحرش جنسي تحرش معنوي يعني فيه مروحة كتير واسعة من أنواع التحرش المعنوي بس تنعطي مثل مثلا أنه شخص عم 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 بيتنمر على شخص تاني لأنه شو عرفنا مثلي جنسيا أو لأنه عابر جنسيا أو لأنه عنده إعاقة معينة أو what ever هذا كله بشكل تحرش معنوي الأنون الحالي ما بياخد أبعا معاعتبار التحرش المعنوي فبالتالي في عنا قسم كتير كبير من الأجراء اللي عم بعينه يوميا وعم بيصير مكان العمل هو مكان عذاب يومي ما فيه إنون بيحميهم من التحرش المعنوي اللي عم بيخدعوله يوميا عادتا بعتاد الشركات بيعالجوا هذه المشكلة انترنالي انترنالي بس تجائب على هذا الشيء عمل الدراسة من أحدى الجامعيات من كم سنة شافوا فيه شو هن المؤسسات والشركات باللبنان اللي عندن سياسة داخلية للتحرش لقوا من أصل ألوف المؤسسات في بركشي عشرين وحدة ضمنهم المفكرة الانونية دالي عندن سياسة داخلية لمكافحة التحرش يعني كيف ما نستغرب كيف إنه بس الأفزع من هيدا الشيء يعني هيدا بعد فيه أضرب من هيك هو إنه أولا أولا ما حققطعكم بكل بروسيسيو سليش ههي النتيجة حوصلكم دغلا للنتيجة الأفزع من هيك إنه أغلبية أفعال التحرش لذكرى إنه التحرش أولا عطى وسيلة وحيدة للضحية هي إنه تلجأ للقضاء الجزائي ما قلوا دور القضاء المدني اثنان توصيف التحرش بغالب أحيان تسعين بالمئة هيكون جناية يعني عم نحكي عقوبته ثلاثة سنين موافق يعني عم نحكي الأصول الجزائية المتبعة فيه هي المتبعة لمحاربة الجنيات يعني قادة تحقيق كل بيئة أبداً من بيئة أمنة أبداً حاضنة هذه الكلمة كنت عم نفس الشعر بيئة حاضنة لنجية التحرش لتقدر لدجا عم بتخيل أنا البروستس النفس اللي بدأت تقطع فيه لتقدر تتجرق تحكي وتقدم شكوى لتصطدم بكل هيدا أصول المحكمات اللي هي عن جد ضغطة جداً فهيدا الشي بشكل عقق أكتر ما بيشكل حافظ على ضحية التحرش إنها تتقدم شكوى فضلاً عن إنه وهذا الأفضل الإنون ما بيأخذ بعد أعتبار الرأي الدحية الشكوى تباشر بمقى الدعوة عفواً الدعوة الحق العام لأن جناية ولأنه في مادة صريحة بمشروع الإنون مش مشروع بالإنون اللي تم إقراره بتقول إنه الدعوة تباشر بمعزل عن شكوى الضحية يعني الدحية إذا ما بدأت تشتكي وحداً عرف إنه حداً تحشر فيها تتباشر الدعوة طب عطينا السيناريو مثلاً شو بيصير يعني أنا قريدي بضحايا التحرش بالأشخاص اللي خدوا على التحرش عم بتخيل بالبروستس السيكولوجيك يعني أحد أدوات تمكين الضحية إنه هي تشتكي إنه هي تقطع بالبروستسيوس السيكولوجيك لأنه دايما بيقولوا إنه ليه أخذتها الأدواء تشتكي على التحرش ما فيه بروستسيوس السيكولوجيك بيطاقع فيه التحرش ما إنه شي هين الواحد يقطع فيه فهيدا البروستسيوس السيكولوجيك اللي بيطاقع فيه لأخيراً تتجرأ إنه تحكي وتقدم شكوى الإنون طبعاً عم يفرض هيدا الشكوى هاد دعوة عليها تخيلوا يعني عم بعيشها تروما مرة واثنين ومن دون ما يعطيها أي مجال أنا هي تتحكم بالدعوة يعني معقولي هي تكون بالنسبة لأدواء دعوة ورقة تفوضية لأنه إذا التحرش مثل ما بيصير بغالب الأحيان بيصير بمكان العمل إذا أنا بدي أرفع دعوة جزائية على صاحب العمل فين أتخير حالي بعد نبقى بمكان العمل أو أم يشتغل تبقى الإنون شو قدم لا يقدر يحمل عمل طبعاً ضحية ما قدم لا شي نحنا وقتاً كتبنا مشروع الإنون حكينا عن مجيبات على صاحب العمل حكينا عن وسائل للضحية تقدر تستقيل على مسؤولية صاحب العمل مع التعويض اللي بيجي معه هذا المشروع إنه ما أعمل شي فبالتالي أنا الضحية الوسيلة الوحيدة اللي تقدر تتصدى للتحرش يعني ترفع دعوة جزائية ضد المتحرش اللي هو غالب أحيان هيكون حداً يا مدير يا صاحب عمل شكري غالبية حالة تحرش كيف تتخيل للضحية تقدر تقدم هيك شكوى وتحافظ على عمله هوني هذا الشي برجع للشي اللي كنت عم بحكي عنه أنه وقتاً نحن نكون في فرق بين جوريست وحداً عم بيكتب إنون لأن جاية الموضوع أو جاية ضغط على الموضوع بدنا نفهم الكونتكس بدنا نفهم الكونتكس بدنا نعمل نطلع إنون متكامل من بيكتبون للوينين لا في دي جوريست يعني ما بده كمان بس هذا الإنون ما تسمي هذا الإنون صار فيه صراحة كتير كبيرة عليه يعني ضمنه اللجنة الموطنية لشؤون المرأة اللي كانت عم تنادي اللي يصدر هيك إنون ضمنه جماعية المجتمع المدني ما بعرف شو صار لأنه طريقة للوينين بتم تعديله ومؤنشته بقلب مجلس نواب من علنية ما في ترانسبارنسي بالموضوع فما منعرف على أي أساس تغيره مثل ما هو ولكن اللي فينا اللي فينا قوله إنه بالألفين و سبت عاش عفوا كان فيه مشروعين لمكافحة التحرش باللبناء مشروع صادر عن وزارة شؤون المرأة أنا ذاك بأيام جون وقاسابيان ومشروع الثاني صادر من النائب السابق غسان بخيبر لهو كان مشروع كتير منيح دائر عكس مشروع جون وقاسابيان اللي كان كتير عاطل لهو مثل هيدا المشروع أنا شو بحب لما بيحطوا رجال بهيدا حصلوا فوقت تقدم غسان مخيبر بمشروع الإنون طبعه لمجلس النواب بلشوا يتمصخروا على النواب نحنا كنا حاضرين بهذا الجلسة فمن هيا كقدرنا نسجل هذا الشي صاروا يقولوا له شو يا غسان بدك هلأ مين ما كان دعاجة منه ترفع علينا دعوة هيدا هو كان الجو العام ونسحب وقته مشروع الإنون يعني تصوت عليه اجن ما بنعرف كيف تصوت عليه لأنه ما بيحسبوا الأصوات رجع انسحب كمان ما بنعرف كيف انسحب وعاية أساس إلى آخره على اعتبار أنه هتخرب لنا بايتنا إذا بدك تقدم هذا المشروع فصار فيه صراع جد يعني ما بدي انكر كمان حتى إذا فيه عند كتير مآخز وملاحظات على المشاريع التي تقدمت فيها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وكذا ولكن صار فيه صراع داخل بيناتهم ما بعرف تفاصيله ولكن لا يقدروا ويوصلوا إلى هذا المشروع هذا الانون ما تطلع هكذا فجأة آتوف نوال لا سبع عشر سنين أكيد صار فيه صراع من عناية عز الدين من كلودين عون اللي هي اللجنة الوطنية لشؤون المرأة جسو سور أنه صار فيه صراع لقدروا وصلوا لهذا مشروع الانون ننباش كهذا الانون أنا برأيي ما حيقدر يتطبق لأنه من وراء الاعتبارات لألتا أنه في سواد المنطق العقابي فيه فيه قصة أنه جينية فيه قصة أنه ما بيتكر على رأيي الضحية رجع عيد الأسباب أولا أنه ما أخذ بالمرة بعين اعتبار روابط السلطة تانيا ما أخذ بالمرة بعين اعتبار تحرش المعنوي تالتا أنه جعل الوسيلة الوحيدة لتقدر تشتكى الضحية هي المحكمة الجزائية فبالتالي عمل من تحرش جرم من دونما يأخذ أبدا يعطي أي دور للقضاء المدني بهذا المحل مع كل الوزن التقل اللي بيجي مع الذهاب لقضاء الجزائية غير أنه جينية فبالتالي ما عم نحكي قضاء الجزائية عادة محكمة جينيات محكمة جينيات يعني جرائم الكبرى يعني جرائم اللي عقوبتها فوق 3 سنين ما بيكون قرد من فرد كورد جي كورد من بي كورد أسيز كورد أسيز كورد أسيز لهي جمعنا ما بيكون قرد واحد بيكون في رئيس مع قاضيين مستشارين مع نايب عام في نوع من علنية كتير تياتري يعني فاسف it's very intimidating كمحكمة وإجمالا محكمة الجينيات تعنى بأمور مثل جرائم القتل السيريول كيلرز كذا وقت جيبولا دعوة مثل دعوة التحرش كانوا ساعدوا فيه سنستفتي معينة بدأ ترينيج يعني مش حدا هموا أنه يوقف فالتيلين القتلة حيجي أقولك أنه عم جبل دعوة التحرش أكزاكلي عم بيستخفوا بالموضوع ساعدها لا عم نفترض الأمور مش بيستخفوا بالموضوع بس بيكون عندهم أولويات تانية أو ما بيكونوا عم بفكروا بهك إطار بدنا قادم متخصص يكون عم بيعنا بهذا المحل شو الحل بدك لازم أول شي يكون فيه ترينيج الحل أنه أولا يكون فيه مجال للضحية أو للناجية أنه يتقرر وين بدا تروح فيها تروح على محكمة مدنية فيها فيها تروح على محكمة جزائية فيها وين دور محكمة مجلس عمل التحكيمة بدأ ليه لغيني له دوره كليا ما هي أساس بشكل أساس التحرش هيصير بمكان العمل فمجلس عمل التحكيمة له دور مجلس عمل التحكيمة بطبيعة تكوينه فيه عنده فورمسيون أربيترال يعني مش ضروري يروح تغريع الحكم وكذا فيه بسئل بكتير أوقات ضحية هدفها مش أنه بس التعاقب المتحرش هدفها توقف التحرش إذا هي تشتغل بمكان عمل معين بدأت حافز كمان على عملها فأنا بدي أقدر أشتغل أنا ومرتاح من دول ما حدا يكون عم تحشر فيه كليوم فهون أهمية إنه نقدر نعطي دور مجال للقادلة يقدر ياخده يعته محكمة جزائية يعني في حكم بالنتيجة بدي يطلع في توقيف ويصير في غرامة غدا النظر إنه الغرامة ما ألمان على حطينا بينون التحرش رابطينا بالحد الأدنى للأجور حد الأدنى للأجور اليوم بلبنان بيسوى تقريبا إذا على الدولار 77 دولار إذا I want to be very general إهي 600 ألف لا 645 ألف إذا هذا في تحرر جنسي بدي تفع 77 دعفين 3 أضعاف 4 أضعاف ومع أيضا 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور يعني 770 دولار راضع بيكون خرابات نهي كل شي خاصة إذا الانون الحالي كمان ما خفف عبق الإثبات نحن هذا شي اشتغلنا هذا حجر الأساس بالتحرش ليش في كتير أضايا تحرش ما بتوصل لخواتمة لأنه دايما بدنا نثبت التحرش إذا بدنا نحكي بشكل تقليدي بالانون الشخص اللي بيدعي شي بده يثبته أوير بالتحرش التحرش ما هيصير عم بيبعط لك إيميل hope this email finds you well it was very sexy what you were wearing today صراحة اللي بيعمل هيك إيميل اللي بيحاشفق عليه أكتر من ما هنه يودعاب وانو شو غب بس أنه التحرش ما في paper trail مثل ما عم تقول لا التحرش خصيص التحرش ما بيصير بهذا الشكل بيصير بلطشة من هون دقة من هون شوية 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 بيصير بشكل كثير خصيص وإجمالا النجيات من التحرش عم نحكي في روابط سلطة فما هيكون في hardcore evidence فبالتالي الشيء المعتمد بالقانون المقارن أنه نخففها بالإثبات يعني بدل ما الضحية تضطر أنها تثبت أنه تم اقترار في التحرش عليها وتثبت نتائج التحرش أنه هي حسية حالة متحرشة مع كل التداعيات النفسية عليها الضحية بيكفي أنها تقول أنه هي تم التحرش فيها وعلى الشخص المتهم أنه يثبت أنه ما تحرش نقلب الإثبات So guilty until proven innocent Exactly وهذا الشيء خاص لقوانين التحرش لأنه هل قد صعب أنه حدا يثبت التحرش فمنقلب قوانين الإثبات بشكل أنه الشخص المتهم هو لازم يثبت أنه الشيء اللي عمله قفات ما كان بشكل تحرش لا عديد اعتبارات هذا شيء ما نطبق هذا شيء ما نطبق ما خففوا عبق الإثبات بعض الضحية لازم تثبت الإثبات والنتيجة يعني بتثبت فعل التحرش ونتيجة التحرش مش أنه لأنه التحرش مشكلته أنه فعل معين فيه يكون تحرش لشخص ما يكون تحرش لشيء تاني مثلا إذا أنا فرجيتك صورة شو عرفنا إباحية معقول أنت ما تاخدك التحرش move on with your life شخص تاني إذا فرجيته هذه الصورة معقول يحس حاله متحرش بالرعب فالتحرش فيه عنصر شخص شخص فيه لازم يتم البحث فيه فبقال لوقتها فوقتها أنا أجي أقول للضحية إثبت أنه صار فيه تحرش كيف بدأت تثبت أنه صار فيه تحرش unless في هارتكور افيدنس تكست واتساب ايميل كذا which can be possible this is why بالمفكرة طلعنا بفكرة أنه نعمل مرافعة نموزاجية a model defense بالقونين الموجودة حاليا عن التحرش ونشرناها على الوابسات تبعنا التي تستخدم مجانا من كل الأشخاص اللي بدون يفضع على التحرش مكتوبة بشكل ملكة أنه مرافعة نموزاجية المحامة فيها استعمالها الأرض في استعمالها الضحية فيها استعمالها استخدمنا فيها الأوانين اللبنينية الحالية يعني we tried to find loopholes بهول الأوانين مع الالتزامات الدولية للبنان مع تيوري هي تيوري المعنية التي تغيط فيكم هي تطبيق المعهد الدولية على العلاقات بين الأفراد الانون الخاص يعني بين شخصين مضرور يكون في دولة بيناتهم فكل هذا الشي لنقدر نطلع بمرافعة نموزاجية يقدروا يستخدموها النيجيين أو الضحايا تبع التحرش لا يرفع دعاوة ما بالضروري تكون جزائية فيهم يرفعوا وقدة مجانا فيك بس تقلنا ملخص عن هذا الشي هذا الدوكيمنت بس بس دوكيمنت دوكيمنت خالسين صفحة أوكي ملخص صغير هو بيسيكلي اعتمد كتير على معاهدات دولية مثل اصص بالحق بالعمل وكل التفرعات طبعا الحق بالعمل أنه أنت ما بيكفي بس يكون عندك حق بالعمل لازم يكون عندك حق بتأمين بيئة سليم للعمل فالتحرش بخالف هيدا الشي عم بعته أمثلة نحن عاملين المرافعة النموذجية بشكل أنه تقدر تطبق على التحرش الجنسي والمعنوي فهو بإنكلود قصص ما قلة بإعلاقة بس بالتحرش الجنسي وحطين بقلبها قليد استخدام المرافعة النموذجية أنه إذا أنتم كنتم أشخاص تعرضتوا لهذا النوع من التحرش شيلوا هول البراجرافات حطوا هول البراجرافات فهو استخدامنا مواد بيئنون العمل اللبنان المادة 75 اللي هي بتقول أنه الأجير مثلا بيحقله يستئيل على مسؤولية صاحب العمل ويطالب صاحب العمل بتعويد قد يصل لـ 12 شهر إذا الشهر بده يشتغل بهذه المؤسسات يقول له حق بتعويد يستئيل على مسؤولية صاحب العمل إذا صاحب العمل اقترف أعمال عنف تد الأجير في مادة صريحة المادة 75 بتنص على هذا الشي من أنه العمل وهو أنا ذكرت أنا من شوية القاضي جاد معلوف في قرارات رائعة تلاقيت من جاد معلوف اعتبر فيها بس بغير إطار مش بإطار العمل بإطار تطبيق الإنون العنف الأسري اعتبر فيها أنه العنف المذكور بإنون العنف الأسري وهذا الشي كمان بالطبع عنون العمل ما بيكتصر بس على العنف الجسدي العنف المعنوي هو كمان هذا كتير مهم كمان هذا الإنون اللي قطع بـ 2014 أنا بتذكر لأنه لأنه كان في مظاهرة بوقتها نحن اليوم عم نطلع قبل بنهار من اليوم العالمي للمرأة للمرأة يعني هي بـ 8 أغس عملنا مظاهرة لأنه بوقتها انقتلوا من العيسى وعدة بنات ونسوين من وراء عنف الأسري اللي كنت عم تقول وقطع هذا الإنون بوقتها لا يحموا النسوين أكيد بعدين في وصايت وظهروا برجعنا حكينا وصار في ديبات طويل عريض وقتا أنه ما لازم يكون اسمه إنون حماية المرأة إنون حماية الأسرة للرجل معقول يكون معنف كمان عم نرغي كل السيستام باترياركال النظام الأبوي اللي عايشين فيه في لبنان ملك أنه الرجل وراء متسويين ما قادرين يصوتوا النساء فخلص أنتم متسويين والمجموعة طول نحن الشعب لما عملنا المظاهرة كمان عم نطالب بإنون ضد الإختصاب إختصاب الزوجة إختصاب الزوجة أكيد ما قطع الإنون لأنه ما فيك تتدخل بشي ما خاصة حاجة أعتبر أنه ما كان ويجي بالمرأة خط أحمر هون خط أحمر وأنه لا ما قلنا حق نتدخل لأنه ساعتها زواج القاصرات بيصير غلط وهذا الإنون كمان يحمي كل البنات اللي عم بيجوزون أهلهم هني وصغار معامرهم 18 سنة كمان أنه هول البنات إذا عمرها بنت 12 سنة وجوزوها ضد رأيها يعني ونامت مع جوزة اللي هو عمره 60 سنة هيدا اسمه اختصاب مانا مبسوطة ومانا إبلانة هيدا كان هيدا الإنون كان مفروض يحميهم وما قطع باع فهون هون هون منرجع على دور القاضي الاجتماعي يعني وقتها هيدا الإنون نصاغ بشكل أنه يحمي النساء من العنف الأسري وبشكل أساسي نفهم كعنس كعفن كعنف جسدي هون إجا القضاء ضمن هذا معلوف جاد مش ربيع لهو كان قضاء مستعجلة ببيروت أنا ذاك وأصدر قرارات منها وغيره كمان من قضاء أصدر وهذه قرارات أعتبر فيه أنه العنف لا يقتصر على العنف الجسدي العنف المعنوي هو أحد أشكال العنف وبالتالي يتطبق بهذه الحالة أنه العنف النسري وهذا الشيء نحنا وقع ضحية التحرش معنوي يوميا هذا الشخص حياته تحولت لجحيم أنا أريد إحمال تنمر هو نوع من أنواع التحرش المعنوي كنت بدك تحكي عن وصلك علي لأنه لأنه في نساء أنا بعرف من وراء المسرحية زينة ذك شهر زاد بعبد أما بعض إذا شفت أكيد واشتغلت معنا كمان بجني وطحية لزينة يلي عملت هذه المسرحية ابنهم سجن بعبدة للنساء ومثلوا المحبوسين دورون وخبروا أصتهم وهاك بوقتها في واحدة منهم خبرت أنه فاتت على الحبس وقفوها لأنه جوزوها كان عمره 12 سنة لذلك ما كانت تعيت له عمه لأنه كان عمره 60 سنة مش نيك هذا المتل عطيته هذه الساعة وأكيد كان يختصبها ووليده من أول جيزة كانوا يضربوها وهيكي طريت تروح على المغفر أول شي رحت عند أهله أهله أولا رجعي لهونيك لأنه جوزوها ما كان عندهم بقى مصاري يدفعوا أجار المحل يلي كان عنده يدك كان صغير بالبنية يلي هو جوزة كان لنلو اشترى بنتون يعني اشترى بنتون لأنه عطوه عطوه بنتون لما يقدروا يدفعوا الأجار رجعي بعدين راحت عند الدرك لا تتشك الدرك قالوا لا جاي عبيتك لأنه كتير صعبة كمان تروح تقدم شكوى وشو صار قد ما ما بقى فيها تتحمل هيدا العنف متما عم تقول المعنى ويقول جسدي رجعي الكهرباء رجعي الكهرباء قتريت جوزة يلي كيف ترته فجرته طيب فجرته رحل لك شغل ما بتنقل بس كتير مبساطة أنه تأمين وفيتت على الحبس وطلعت بعدين وسألناها بوقت كان في مؤتمر كانت موجودة هي وخبرت الصطع الكاملة فوصلنا لمرحلة اليوم لأنه ما في سيقبل كذا كنت عم تحكي عن هيدا الصفحة انستاغرام يلي أشخاص من المجتمع المدني هني عم بيعملوا جستيس مزبوط صفصنا لمرحلة اليوم لأنه ما في سيقبل الناس عم تعمل متما كينو يعملوا قبل سي الفاوست يعني مزبوط يعني بيقتلوا يلي عملوا جريمة لأنه هني بدون مزبوط 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 أنا حكيت فيه عن العدالة الشعبية الخاصة اللي هي ممارسة لأنه ما عنا وسائل أخرى لأن دير نوصل على العدالة وكنت عم بررها إنونيا ليش هي مبررة إنونيا يعني أنت ما قولوا أنه عم نعمل شي لأن جستيس بريفا عم نقول يعني أنه عدالة خاصة منع عدالة مؤسستية هذا ضد مفهوم الدولة أير ما أنه كتير مزبوط هذا الشي ليش أولا لأنه فيه اعتراف بالإنون الوضعي لبعض حالات بيصير فيها عدالة خاصة عن النفس اللي هي نوع من أنواع العدالة الخاصة أجان ما بدي أعمم أنا مع العدالة المؤسستية وبشكل أساسي مع أستقلال القضاء ولكن عم نضطر نوصل للعدالة الخاصة لأنه بمحل معينة عم نواجه نحن طغاط سلطة قمعية جدا عم تقترف لا عدالة تجاهنا لنقدر نضحض هاللا عدالة بدنا وسيلة سريعة نقدر نضحضها فيها مثلا حق الدفاع الهدف تابعه أنه ماش قادرين نستحضر القوى الأمنية اللي نقدر ندافع عن أنفسنا من هيك منستعمل حق الدفاع اللي هي نوع من العدالة الخاصة اللي نقدر دغري نزيل الشر عننا لأنه القوى الأمنية متنا حيتأخروا لو يصلوا أو whatever أو لأنه ما فيه وقت كفائي دونك بتفترض أن يكون فيه خطر داهم علينا شيء اللي عم نعيشه اليوم باللبنان من وراء السلطة المجرمة اللي موجودة حاليا بالحكم اللي هو خطر داهم ما حدا عم بقدر يردعه اثنين من وراء بطء أو عدم فعالية العدالة المؤسستية بهذا المحل وهذا الشي بتعلق عليه على مستويين أساسيين بكل صدق وبنوع نقد بناء أكتر من ما هو نقد بس لننتقد أولا العدالة هي أجن منه جسم عفوا منه جسم موحد عم نحكي عن نيابة عامة عم نحكي عن قضاءة حكم كذا النيابة العامة شفنا أداءة من بعد ثورة 17-20 شفنا تضخيم توصيف الأفعال لعملة الاكسترابولاسيون اللي صارت إنه رمي حجارة بتصير محاولة قتل ففيه بايس معين فيه موقف معين اخدته لصالح السلطة ولغاية اليوم ما أثبتت عكس ذلك مطلوب منه تثبت عكس ذلك وتكون ممثلة للشعب لأن نيابة العامة الهدف الأساسي تبعها إنها تمثل الشعب بالمحاكم ومطلوب منه تعمل هذا الشي فمطلوب منه إنها تلاحق مثلا الفاسدين الكبار الشي اللي ما شفناه مطلوب منه تقدر تلاحق المصارف لمحتكرة أموال العالم مش محتكرة عفوا نهبت نهبت أموال العالم لحجزتهم وما عم تخليوني سحبهم بعد تصفوف أنا كل خامس هيدا الشي كمان ما شفناه فهيدا بالنسبة لشق نيابة العامة بالنسبة لشق العدالة وضعات الحكام والعدالة المؤسستية الأخرى فيه كمان واقع لازم نتقبله لهو متعلق بفكرة أنه العدالة منا متاحة للجميع لازم الواحد يكون قادر يتكلف بمحامة قادر ينطر بوقت معين لازم يروح العدالة العدالة بطيئة باللبنان يعني دعوة عمل باللبنان عملنا دراسة بالمفاكرة الإنونية بال2018 تبين معنا أنه دعوة العمل حسب الإنون لازم تاخد ثلاثة شهر المعدل تبعه ثلاث سنين ونص باللبنان فسيتون جوستيس ديفير عدالة بطيئة جدا فبالتالي في عدم فعالية للعدالة وعدم كون عدم غير متاحة للجميع يعني هنا أشخاص ممكنين اجتماعيا ماليا قادرين يروحوا على عدالة لا يحصلوا على حقهم أولا أشخاص بس بديوا حت مبدأ فبالتالي هذا شيء ببرر أو أقله يفسر ليش العالم عم تلجأ لأشكال خاصة من العدالة لأنه عندها خيبة أمل وإنعدام ثقة بالعدالة المؤسستية فالجواب لقيلها مش أنه نشارعين العدالة الخاصة بطبيعة الحال لأن هذا شيء بخالف مبدأ دولة الإنون ولكن أنه نحسن العدالة المؤسستية نضمن استقلاليتها نضمن فعاليتها أنه يكون عندها تدخل موقت محدد سريع لنقدر نضمن عدالة بالمجتمع ومن هيك بنرجع للفكرة الأساسية أنه الحل الأساسي طبعا ضمن سلسل من الحقوق وحلول ولكن الأساسي هي استقلال إقرار مشوعة استقلال القضاء بلبنان وهذا السؤال أنه نحن بنختم فيه دايما الحلقة بسرده في أمل في أمل لاستقلال القضاء لحن نصل له لأنه أو في أمل بالمطلق أنت كمحامي كموعف إذا فيني ساميك نارشت بعتبرك أنا نارشت مش أنه تنزل عقرب بس مع القانوني بودكاست يعني أنا بعتقد هذا نشاط بحث زيته لأنه أنت عم تجيب تعطي المعلومة أريد أن تدري لي هذا القانوني بودكاست أن تتبعنا على قانوني بودكاست عن الإجابة لا 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 نختمها مع هذا الشيء بس أنه أنت عم تجرب تختم المجتمع اللبناني بالأساليب اللي أنت فيك تصرف فيهن بعلمك بمفاهيمك كرمي العالم تعرف كرمي تتحط الانفرميشن كما مستطيع للأشخاص اللي عادة ما بيكون ما عفز إذا ما عندهم الجهد أو ما عندهم المعلومات كرمي يقدروا يوصلوا لهم وبودكاست بعتقد أهم من الوسائل كما نقدر نوصل لهذا الشيء إذا أنت فيه أمل تجاوب بشكل شوية فوكيه نختم الحلقة بهالطريقة غير أنه أنا بطبيعته حداً كتير إيجابي حداً كتير أبتميست بطبيعته أنا كمان برج الحمل وفي كتير أشخاص بالمفكرة ديور برج الحمل لهني أكشن قريباً تدل حمل كتير فنحنا كتير من آمن أنهم بلد تغيير ممكن حمل تبعي كل شيء قلتوا نحن نعجب الأبراج إنسل موضوع وكذا نوصل فيه أبوزا لا بس نبلى عندي أمل كانت لكنا ميزين لأنه جاستيس أبداً نحمل نشوف الحيت مين كنت صوب الحيت لا بس بس أحد الأسباب لليش عندي أمل وقعياً يعني بغي لأمل مزح هي فكرة أنه التمثني من خلال ثورة 17-20 وذكرنا هذا الشيء بالحلقة أنه إذا في شيء أنجزته ثورة 17-20 هو تفكيك السردية الرسمية تفكيك التطبيع المفرد الـ hyper normalization مع النظام القائم على صعيد الشعب it's beginning 17-20 هو بداية ثورة وأكيد بالدواءة الثورة الفرنسية أخذت أكتر من عشر سنين لا تنتج فأكيد بالدواءة ولكن هذه البداية خلاص تفكك شيء لا يراجع على إله ومن هيك خاف النظام لأنه عارف أنه الأصليب القديمة طبعه ما ستمشي بقى فمبلع عندي أمل وهنا أنا برجع على الشيء الثاني من حديثنا كان أنه في عنا المقاومة الشعبية وفي عنا المقاومة المؤسستية وهنا مبلع في دور مطلوب من الأشخاص الموجودين بمراكز مسئولية عامة ووظائف عامة وضمنهم سلطة عامة مثل الأضاة أنه يعملوا هذا النوع من المقاومة من الداخل يقدروا يقاوموا هذا النظام وزكرت عدد من الأضاة وعدد من الأحكام اللي بيبارهنه لأي درجة مبلع عن أضاة كتير مشكلة لازم حطنه لعكتاف نعم عن جد وهنا دور أنا برأيي هذا دور المجتمع أنا هيدا برأيي دور المجتمع وعندما يكون قادة بنيويا عم بتمقتهاده بده دعم اجتماعي ليقدر يتشجع أنه ينتج اجتهاد متقدم فمن هيك نحن بالمفاكرة ويهايلايت دوز فردكس وعند جد ويهايلايت دوز جوجز لأنه الهدف أنه نبني دعم اجتماع ليقدر القاضي يشتغل بشكل مستقل طالما ما فيه منظومة عم تضمن له هيدا الاستقلالية that's the point طب كريم بدي نشكرك على هيدا السرد كانت فظيعة مع أنه كانت طويلة بعتد طويلة ما خاصة المضمون هو نقدرنا نغطي كتير امور كله أنا عم تفكر فيها هالأيام و thank you so much أنا بدأ شكركم بس بدي للعالم اللي هو بتعرف كيف تلاقيك وين بتلاقيك okay so في عنا twitter is very easy اللي هو اسمي كريم نمور في twitter تابع legal agenda اللي هي legal agenda في عنا الweb site تابعنا اللي هو legal-agenda.com اكيد رح نحطه كمان بالdescription للenglish version هي english.legal-agenda.com في القانوني podcast اللي هو اللي عنده الانستغرام page طبعه قانوني مكتوبة qa يعني قانوني podcast وعنا الpage طبعا على soundcloud على google podcast ما بعرف اذا صار عنا على spotify بس انو بريف على soundcloud اهيان شي على instagram لان في موجود كل اللinks على instagram او على الpage طبع المفكرة اللي هنو موجودين فيه كمان thank you مرسي كتير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة